موسيقى موسيقى الموسيقى متنا Lori خريف لأنه لا يبدو ضو قليلاً و يقلال و يقصر و يتعدل نمط الحياة كل شخص يكون هناك اكتئاب الموسمي خلال هذا الفصل الخريف و يجب أن نحاول نقوم برأسنا من هذا الاكتئاب لكي لا تدخلوا فيه المدة التي تطول في الساف و من بعض العوامل التي تجعلنا أولاً نقدره أن تكون لدينا الوقاية من هذا الاكتئاب و لا لكن لدينا هذا الاكتئاب الموسمي نقصه من الحدة جاله هي التغذية و نجدهمك من اجل صحة الجهاز العصابي و دماغ وتcificتهم الله الثاني خلال هاتف الأخر الخريف اللي كتكون موجودة في هاتف الأخير هو الشوفلغ هو هذه الخضر اللي كتكون اللون ديالها أبيض وهو واحد الخضر اللي غنيه بزاف فيها بزاف المواد الغدائية للقيمة الغدائية كبيرة اولا في هالفيتامين سي اللي ان ممتان كتعوننا باش نحدهم من هذوك التعفونات اللي كتكون خلال فصل الخريف هو واحد المادة اللي في هالفيتامين بالماء تاني حاجة نسبة السعرات الحرارية ديالها قليلة بالساف وايضا فيها غنية بالماغنيزوم والفيتامين بنف دونك هاد الفيتامين بنف يساعد من اجل تجديد الخلايا ديال الدماغ تجديد الخلايا ديالتات والحد من الاكتئاب وهيا فاكهالي كتكون عفوان خضر اللي كتكون موسمي وكتكون خلال هاد بداية الخريف هاد شوف لغ اللي ايضا فيه الماغنيزيوم هاد الماغنيزيوم تشوف لغ اللي كنا ناكله خلال اليوم والماغنيزيوم اللي فيه كتير بزاف كيعوننا اننا مسلا كنا نعصوه مزيان وتهذا كمية النوم اللي كتكون كافية خلال الليل كتساعدنا من الحد من هادك هادك الميزاج اللي كيكون كل مرة كما كنت تقلب والا دونك هو فاكهة خضرة اللي خاصة تضع فاكهة خضرة لي خاصة تسهلك بزاف خلال هاد فاصل خريف هاده هو ما تزع مش عليه بزاف سوغترو ليدات صغار دونك نقدرو ناخده على شكل غاطة لا ولا ولا مع الب.... مع البيت فران ولا هاده لانه هكا كمسلوق ولا فا تجي ملا شي حاجة ما تتكالش بزاف دونك خصناشوية مقارنة مع البروكولي والليشو هو نسبة هذا الغاز اللي فيه كتر من هذوك اللي كنسميه هذوك المكورة هذوك اللي كتكون بحلفالة دونك النسبة فيه شوية قل دونك نقدروا نستهلكوه يروخصوه شوية بيانسو غدي تطلق باش يتحيد منه هذوك المادة اللي كتسبب لي غاز وكل واحد كيفاش غياك له الحساب بطريقة دياله نعم غير هو أشتوسلي ديما تنشوفها بنسبة الناس اللي كتبغي تحيد يعني اللي كيكون في الشفلوغ او لحتى الريحة تقريبا هي البابة ديال الخبز كنسمعو انا دائما كتديمو حطرف ديال البابة ديال الخبز مع المادة ديال السلق هي اللي كتابسوغ باو لكتمتص داك اللي كتبغي كلها ليسا تكون في الشفلوغ ونصبرو شوية للريحة دياله سوية تنقصوه لكنا في بزافة الفوائد اه الناس ديما كيف يقولها لك الناس كتخاف رقم ربما من هاد من الريحة اللي كتكسر ومن اللي غاز تكلمتي انا نقدر نستهلكو كي يعطي يعني لاستهلك احنا دائما ديال الخضر ديما كتنصحوك مختصين انها تكون ماشي طايبة بزاف ما تكون جزيزة في العافية بزاف لان لادات في العافية كنقولوا انا كتفقد واحد الكمية ديال املح معدينية واحد الفيتامينات معاول معينة هنا أنا بني تريدون اندرجوا الناس كتفوروا او لا شئ حاجة عاد من بعض او تنزوا فالبيض الشابلو وندرجوا بفران او لا نقليوة او لا ندروا قغطة ونحن كنعودون ان طيبو جوش تلمرات او لا في الصلقهم نحتاج تطيبه حتى هو تكون دغية كتطيبه يرتاب دغية صح والدغيه التوندكو يتصندو قليل بزاف لانه غايبقى شوي قاسح ونكملو طياب دياله في الفران يعني ما يتسلقش تي طيب لأنه لا طاب وكمل طيبه في الفرن يعني بحل ما كلينا تجي حاجة هذك البوتاسيوم اللي مزيان فيه الماغنيزيوم والفيتامينات منه عباء دهي غادي تتحيل لنا بسبب ديال العافية جميل هنا تكلمتي على الشيفلور شنو المادة الخورى اللي نقدر نقوله أنا تهي كتقدر تخلينا انتفاداو أو لنتحموا منا الكتئاب الموسمي ديال الخريف أيضا نهضروا على الخضر اللي كينا داب خلال الفصل الخريف والخضر اللي كينا داب كتير بس في التحلوة التحلوة هي واحد الخضر اللي محبوبة بساف لا بالنسبة الكبار لا بالنسبة الأطفال لا كيبغيوها بساف علاش لأنه حلوة ذاك الحلاوة دياله تغطو بنسبة الأطفال تبغيو أكثر من البطاطة العادية لأن البطاطة العادية بالنسبة الأطفال هي إما بورية إما مقلية فالفائدة تكون قليلة فالتطال الحلوة غنية بزاف الماغنيزيوم تساعد من كفارات الحركية عند هذه الأطفال فالتطال الحلوة غنية بالبوتاسيوم فالناس الذين لديهم مشكلة لتشنوج العدالات والعين لديهم مشكلة كل مرة ترفرف لهم والناس الذين يتمشون و تقبط لهم العلدات فالتطال الحلوة هي مادة غنية جدا بالبوتاسيوم و أيضا نسبة السكر فيها ما بين القوسين هي ربحة لبحلبتها العادية في نسبة السكر و ليس جيدة بالنسبة للمرضى السكري كيكون لدينا هذا السؤال و ليست منا أخذها لأن في كل 100 جرام فيها 20 جرام سكر و ليست منا أخذها و هي تهيئة غنية بزاف بالماغنيزوم والفيتامينات بينف و غنية بمضادات الأكسادة و كنا عرفوا أن المواد و جميع أنواع الخضر والفواكه اللي كتكون فيها مضادات الأكسادة كتعاون أنها تحض من تقلبات المزاج و الحض من الاكتئاب الموسمي فالتطال الحلوة هي كينا بزاف كينا بزاف دبا خلال الفصل الخريف و كنصحو بالسهلاكها إما في الفران و المفورة و هي أخذها جميع أنواع طبخ ديالها نقدرون تستهلكوها كينا بقلتين البتطال الحلوة حيث بزاف ناس دائما كان عندهم ناك الخوف ديال أنها حلوة و كينا بحل البتطال العادية و كين نفض في هذا الشعر هذا و كين فيها الاختلاف ما بينها و البتطال العادية هي فيها الياف بزاف فيها ليفسبغ حال البتطال العادية كنا عافوا أن الناس كتستهلكو البتطال عادية بزاف كتصابو بالإمساك والقبض تقل من حركة الأمعاء أما بالنسبة للبطاطة الحلوة هي نسبة الألياف التي تساعد أن تحرك حركة الأمعاء هي مزيدة بثاف خلال هذا الفصل الخريف جميل، إذا كنا نرى مواد أخرى ربما لا نحتاج إلى ناباتات العطرية هل سنعرف أشياء الأشياء هل سنأخذ أشياء من هذا الشيء؟ كم نرى دائما في الخضر والفواكه؟ الخضرات التي تساعدها بحل الربيع هي الرجلة رجلة مزيانة بثاف وفوائدية كثيرة لا نحددها تهياء في هالفيتامين تركز على المواد التي تساعد على صحة الجهاز العصابي وتحديد من الكتئاب هالفيتامين بثاف في هالحديد بثاف في هالماغنيزيوم في هالبوتاسيوم وفي هالمعادن مجموعة فيها بثاف المواد وأيضا في هالفيتامين سي هالفيتامين سي هالفيتامين سي هالفيتامين سي كما ذكرناك تحد من تعفونات الفيتامين بينه في صحة الجهاز العصابي الحديد بالنسبة للنساء اللي يعانيوا بثاف من فقر الدم بسبب جرثومة المعيدة اللي عندهم مثلاً لديبي تكون عندهم لغيق الابندان ولا تكون عندهم واحد سوء تغذية ولا الأطفال صارتهم مزين نسبة حديد فيها كثيرة بثاف وايضا في هالماغنيزيوم وفي هالبوتاسيوم وفي هالمعادن اللي كتكون كامل لكن تستعملوها كم صالات دونك رجلاء ربما الناس كتب يذهب الكثير من الرجلاء المشيين في زي بينار لا يكونوا بكثير بثاف لكن من كثيرة بثاف المشيين في الزواج من الرجلاء الكثير بثاف لا تتعرض نسبة النساء ليس جشين بالسليل بحالة 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 يعني الناس اللي كتب يبعال كوبيزة أو لبقولة جيدة بخذ حتيكت طيب بثاف حتريكت بتزيكت دبال ولكن فلكس كاس لا تطورها الأبعاد في الكوكوت لما كنت تعبوها للماء وحقاً لا تحيد منها لأن الماء يعي شخصها ولكن مات تكفور الكلام وتبقي نسمفها وواق هشعرها فلح يخbrشونها وذلك يبقى لها القيمة الغدائية ويشعرها بخريف سلطات باردة والحصول على طفل الصحيم ويجب أن يكون طبيعة العمل ويجب أن يكون لديه وقت الغضاء يأخذ غير هذه النوع من هذه الصالة ويجب أن يكونوا صيبين لذلك رأينا الرجلة هي كينة الوقت دياله وثمان ديالها مغاليش غير هو الإنسان لا يأخذ صربيطة وحدة لأنها بحالة في حالة زيبيناء نحن كنقوله بالدريجة تتكمش لذلك رأينا ثلاثة الحاجات نذكر بهم فقط رأينا الشيفلور رأينا البطاطا الحلوة وشفنا الرجلة هادو حاجة أولى المواد غدائية اللي كتقلل الاكتئاب البوسمي ديال الخريف لأنها غنية بزاف ديال فيتامينات والمعادن أشنو مازال؟ الله كين الفت؟ اللفت؟ اللفت هو واحدة صارحة محقور لا لا ماشي كيس محقور صارحة تيتحط في السكسو بزاف الناس كيدحيوه كيبقى في القصرية بوحده اللفت حت ما ممكن الناس ما ما كينش في الحقيقة تطروا كتيرة باش غاديتدير إلا تهو كي تقدر در صلاطة باردة تهو غايد در صلاطة باردة غادي نسموها بالعطرية ولا هادا اللي هو مادة فيها المبزاف وفيها الفيتامينات من نوع بي بزاف وتهو من غير كسكسون قدرون ناكلوه كوم ان سالاد ولا فتاجين مع خضر أخرى ولكن في الحقيقة ما كيتكالش بزاف والقيمة الغدائية دياله كبيرة بزاف منسوش انه تهو فيه المبزاف اللفت فيه المبزاف دونك بالنسبة للناس اللي كي بغيوا مثلا في الحمية الغدائية أو لهذا وبغيوا انه عشوية يبدلوا من معطيشة والخيار وهذا دونك اللفت تهوئون الالترناتيب اللي يمزيان بزاف وايضا كيحد من هادا اكتئاب موسمي بسبب بفضل بلوتو انه في هادا المواد فيتامينات بينف انت كلمتي على اللفت ربما احنا ادنا واحد الوصفة في البلاد اللي تيدر بها اللفت وصراحة كتجي رائع جدا كسكسو كي تدر كسكسو مع الفصة او لا مع رجلة او لا مع يعني بحلقة كيتتقرض واللفت كيتقطع دوائر وكيتحط يعني كيتزين كسكسوها بهذا وكيتجيل ديد بزاف وكينوصفة اخرى اللي هي في العلاجات بالنسبة لبحات الصوت او على الحلق هي اللي كتدير اللفت مع شوية ديال السكر ساني ده وكتدرون في بعض وكتخلمتك تتلقي المديالو هذا بحل سيرو وكنا نعطو الأطفال بزاف تماما لأنه من الخصائص ديالو هو مداد لتعفون معروف اللفت بزاف لك هذك المديالو ملي كنزيدو عليه شوية ثومة ولا زيت العودلو شوية العسل الحر كنا نعطوه بحل انسيغور بالنسبة لوليدات صغال لأنك نعرفو هذك السيروات ديال الكحة نقضوش نعطوهم مدة طويلة بالنسبة للأطفال لأنك نقدرون نعوضو هذا بحل سيرو طبيعي بالنسبة للأطفال نوك هو اللفت مزيان بزاف خلال هذ الفترة وخام ما تكونش علامات ديالتعفونات مثلا ما تكونش لك أحباب بزاف ولا ما تكونش الحلق نقدرون نعطوكم سيرو بخيفونتيف يعني قبل ما يبدأو هذا بالنسبة لوليدات صغار مثلا اللي كيمشيوا للاك خيش والرود وتكونوا عرضة للتعفونات نقدرون نوجدوا لهم ذاتهم ديالما نحنا كننظروا على الوقاية نوجدوا ذاتهم لدابة ونعطيهم المواد اللي غد تساعدهم باش تحميهم من هذ تعفونات اللي كتكون كثيرة بزاف خلال هذ الفترة ديال الخاريف جميلة غير نو نذكر بالوصفة اللفت كيتنقى وسيتحط يعني مرسوات طويلة في بواطة وكيدر علي إما السكار إما لأسل على حسب شنو كين وكتخلي هو بوحدة وكيتلق الماء بالتالي كتاخدو كثيرو وأكيد تكون ذلك الفيتات صارحة كيجو صارحة لدي تدي طريقة من طرق اللي كنتكال بيع شفنا المواد اللي شفنا اليوم معك دكتور هودة أنها ما كتكالش بزاف يعني وهي اللي فيها الفائدة أكتر تمام باش تعرف الحاجة اللي الإنسر كي بدي تكلم عليها كل مرة هي اللي كتكتنتاشر والحاجة اللي ربما ما كنتكلموش إليها وكتبقها خجلانة هي اللي فيها الفائدة أكتر دونك هادو ما زالش نو كين أنا كنعرف كسب برك الله كتش بديلي الحاجات اللي كم شونسق ما كان أخدوهاش ما غدت شريهاش ما كان شريهاش ولكن اليوم معك أكيد خاصة تشري اللي أنا فيها بزاف دل فائدة على الصحة ديالنا كين من غير الخضر للمواد اللي كين على طول العام ما شيف اللي خلفص الخريف واللي كدخل لدي من فيتغذية ديالنا هي الفوكه الجافة الفوكه الجافة هي واحد واحد اللالي كم ما تقوله واحد صديق ديال الإنسان من أجل حد من الاكتئاب ولا الوقاية من الاكتئاب ولا ما يكونش عندنا الاكتئاب تبغيت تعمل ديالهم شوي غالي ولكن على قد المستطان حاولوا ندخلوهم بزاف فيتغذية ديالنا خصوصا كوجبة خفيفة يعني فلاشية مع الناس اللي كي يخدو مثلا قهوة كحلا ولغا يخدو شي حاجة سكرية تسريعة لغا تزيد ليهم انتصوروا تزيد ليهم ندك تقلبات المزاج نفضلو أن ناخدو فوكه الجافة اللي فيها الفيتامين بينه وفيها مضادات الأكسادة بواحد الكيميالي كبيرة بزاف وناخدو معها مثلا انتزان ديالويزا غا تساعدهم بش وجد ليهم الليل ديالهم بش نعصوهم وذلك من نسوش أن من الوسائل من الحد من الاكتئاب هي النوم الكافي الناس يمكي نعصوش بزاف ولا كي يخدو القهوة كحلا بزاف ولا كي سهروا بزاف والتليفونات وهذا ما كتتفرش ليهم ذاك الهرمون ديال السيروتونين وكيخليهم أنهم عرضا كتر من ناس الاخرين للاكتئاب نوك خلال اليوم خسنا نناكلوا المواد اللي فيها اللي غادي تساعدنا أن تتقويلينا الجهاز العصابي ديالنا مثل فوكه الجافة باش ندرو بحل ان سكوغ لي غي خلي قدمك لي نقدم هاداك الوسكوغ غي قلال باش نتصابو بهذاك الاكتئاب الموسمي نعم تكلمتي على هاد الهرمون السيروتونين اللي يكتي كيت تفرز بلير واحد لوقيته باش عنا الإنسان الناس أجل نذكرو احنا الفتحوغي قوس لأمهات والأبا الوليدات ديالهم ما عش خصوين ينعسلوا الوليدات باش انو يستفدو حتى اوبا من هاد الهرمون وانو ينعسهم زيان لاناك نعرفو انا بزاف وخحنا الوليدات دخلوه تبارك الله مدة هادي كين لي كي يقول لك مازال كيشوف وليديه تسارو او لا شي حاجة او لا هادا توا كيسار معه مصبح كيبدو بين قوسين كندر ومع الوليدات باش ينضم ما عش خصوين ينعسلوا الوليدات ما بتقوه من قسر القامذakkين وانو تسارو كثيرا مليهات لان هاد الهرمون ما استفدوش منو والمراهجين ينبقون التالفونات بزاف الليل وانو مكيساعدوش ان هاد الهرمون غي تفرز لهم خلالليل بانو الأطفال مهي طيب انك حضروا الالاطفال الصغار ما زال انتا حضروا الالباك ولا ليسا تبقى شوية القراية كتر اما بنيسبة الاطفال الصغار اراد سعود قصود يكونوني يستطعين في فراش دالهم أغلب الأطفال يخرجون من دراسة ماكسيموم وسطة الوقت اللي يدخلوه لا يتعطوه لدوفاغ بزاف غالبية المدارس سيخدموا لدوفاغ يرتاحوا ويقدروا يديروا واحد الوجبة مع العائلة ديالهم يعني مع تسعود خاصوا ينعس وكي يتفادوا المشاكل أخرى من غير القيصة القامة وعدم إفراز هرمون النمو الأطفال اللي لا ينعسوش مزال لا يفضروا يفاقوا نوك صباح غادي يأخذوا إما لي بيسكوية إما شي حاجة اللي فيها السكرية بزاف بش غي فطروا بها في المدراسة غا تولي الحركية الشديدة غا تولي نقص تركيز غا تل مرضود في الدراسة مقليل غا تولي الخطر لإصابة بالسمنة ومني كن هدرو على السمنة كن هدرو على الخطر الإصابة بالسكري نوك وواحد نمط الحياة اللي بقى لكان بواتياليومية بحلقة الطفل ما غي نعش بكري وغي بقى سهران وما غي فطرش وغي يأكل شما هدا غادي يولي المشاكين مع الوقت كيف قلتي هودا ربما خاصة نكونوا صاري مين مع الويذات ديانة واحد شوية لأن الويض ألاش ما عودتي غي تعود يعني كيف يتعود في الصيف أنه كينود مع الطل وغيرها أكيد مني كتبدا القراير الإنسان قبل خاصه يبدي يعود الولد دياله أنه يفيق هنا تكلمنا على هذا المواد تكلمنا على الفواكه الجافة يعني الفواكه الجافة بمجملها يعني أنها مفيدة خصوصا 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 القرقاع لا شاهدنا لا لاحظنا القرقاع وبحل الدماغ شكله وبحل الدماغ يعني كيلخص كل شي يعني فيه مواد كثيرة اللي مهمة بزاف من صحة الدماغ وفيه الفيتامينات بينه في تكرناها في الأول اللي مزيانة بزاف من أجل صحة الجهات العصابية وكثحد القرقاع هو تناع 2012 مجلده مشكلة الاكتئاب كنصحهم يأكلوا القرقاع كثير جزء بزاف لأن من غير الأدوية التي يأحضون ديالكك تعونهم أنهم شيران له صحة نفسية مزيانة كثار ذلك تلك الاكتئاب مزيد من النسبة للناس للقرقاع مزيد من نسبة الناس ذلك 차انيوا الأكتئاب وين يبغي ايقياه راسهم من هدوك تقلبات المزاج الي كان تكون لكن القرقاء ستكون داخل في التغذية ديالنا واحد ثلاثة المرات ربعة المرات في الأسبوع على حسب المستطاع الكيمية واحد مئة قرام يعني كما تنقول واحد الحفينا صغيرة معات مراء ولا جوش تمرات كوشبخة خفيفة مئة قرام حسب الحفينا رأي كل واحد يدي كيلي كيقال صح عندك الحق منع مئة قرام حسن كي نعريسين القرقاء اللي كبير اللهم مئة قرام مئة قرام لا تكون عندنا في اليوم معات مراء ولا جوش تمرات وحسن موش بخفيفة وعلى حسب كل إمكانية كل واحد اللي يخضر يأكلوا كل نهار مزيان مئة قرام كل نهار مفيدة بالعكس أنا كنفضل مثلا في الإشياء في قوتي غناخد مئة قرام ديال القرقاء بلوتو كناخد مثلا مخصوط ديال حلوة ولا ديال شي كيكا حلوة ولا شي معجانات شي حاجة اللي غتكون سعرات الحرارية كتيرة ديالها وغيكون هير فيها السكرية السريعة اللي ما تساعدنيش باش أنا غنطرخف الليل جميل دونك مئة قرام ديال القرقاء تحمي وحنا كنا سمعتنا دراسة سمعته شحال هذي صراحة ديال أن القرقاء كي حمي حتل من بعض أنواع ديال السرطانات سرطانات وبركينسون كي حميم باركينسون كي حميم مرض الإيزيماغ يعني هو الشكل دياله ديال الدماغ وكي حميم جميع أمراض اللي متعلقة بالدماغ دونك هو مزيان بزاف الصحة الدماغية والصحة النفسية ديالنا جميلة لجينا نشوفه واحد مرة كنت تكلمت على الأنواع ديال الخضر وعلاقتها بالشكل ديال جسم الإنسان فلقينا أن تبارك الله كل حاجة عندها يعني منيش نشوفه غير خيز ومني كتتعاره بحل دورة ديال العين ومفيد في على النظار يعني كين بزاف ديال الحاجات يعني اللي هي مفيدة وبني كتت تحليها أولاة قسمها كتلقي أنا منشكل من أشكال الجسم ديالنا وفعلا كتتفيد ذك العضو مازال أرجع معاك وقنت تكلموا وناخدوا نصائح أكيد من خلال الدكتوراه ودعفان وأكيد كل مستمع المستمعات مرحبا بتواصل ديالهم رقمنا راها الإشارة 052-036-036 على الشهادة هنا كين نوع من ناباتات بحل مثلا الزعتر الزعتر بالزافت للناس يمني كتبغي الترخاة أو لكتبغي هذا كدوكج نشترب واحد لكس ديال الزعتر ولكن الناس ما عارفين شبلي تلي دوز إليك ترتيم الحاجة أو لهادر كتقدر يكون عنده حد لأتراكسي هنا يا شنو النوع ناباتات لعطرية اللي ممكن أنها فعلا نستفدو منها تكلم دي قبيلة على تيزان ديال لويزا أو لهذا هنا ناس فبالزاف لأنها كالترخي تغطو الناس اللي تكون عنده محد تتوتر كتير خلال اليوم في الأخرط النهار لي تيزان إما ديال لويزا إما ديال الزعتر وتفليو هدو بتلاتة كيرخيو يعني مع الحليب ولا مع الماء كيرخيو غير ما خصش يكون عنده ثاني لأدوز كتير بزاف ولا بواحد الواترة يومية لأنه يقدروا مثلا يديروا لأدواجي يديروا إسهال الحد وأيضا المعروف أن الأعشاب نكتخاد ولكتخلط ومثلا زعتار باش الواحد يترخى ولا يهضام لويزا باش الواحد ينعسفنين شي حاجة أخرى باش تقادليه التنسيون لما نخلط الأعشاب بسقدر تدير لنا القصور الكلاوية المدى الطاويل نعم منسبة الناس اللي كان نقدر ماشي الناس اللي مرة مرة لأنها دوك فيهم فوائد ما غن نكروهاش هير استعمال اليومي ديالهم وملي كان خلطوهم ومعارفين شكل حاجة لاش كتصلح تقدر تأثر لنا مثلا الناس كين بزاف الناس مثلا اللي عندهم فقدان شهية يبدو ياخدوا الحلبة بزاف واحد المليكي بقوا ياخدوها بواحد واتيرة يومية كيبدأ يهبطليهم سكر متعرفوش علش سكر كيبطليهم في قدريها بطليهم صفر خمسة صفر ربعة صفر ثلاثة بزاف الناس يطحو في الغيبوبة من اللي كأول حاجة كن بيحتو عليها هي واش كتتاخدوشي عشوب أراخديت كن ناخد الحلبة كنشربها كل صباح مع الماء لأن ما عندي شهية ولا بغيت نزاد في الوزن وذلك الحلبة سنعرفوه أنه هركة تهبط بزاف نسبة سكر في الدم الناس اللي كي يخدوها بواتيرة يومية وتقدر تأثرتها للكابد حيث كن الناس اللي كي يخدوها مشي مثلا انكور ديا الشهر كي يبقى يخدوها شهر ولا على طول العام ربزاف رمين كنش كن بزاف الناس اللي كيتصابوا بالمضاعفات إيما على الكابد ولا كيتصابوا سيخطوا بالنخيفات الحاد نسبة سكر في الدم هما مع كي ياخدوش دودي السكر ولا معروفش عن دوم السكر الناس كي يخدو الحلبة بزاف أيضا الناس كين بزاف لا نجعل لهاد النقطة الحلبة حيث بزاف ناس كتولك مثلا أنا سفيت سبعات ديا الحبات أو إلا مثلا ندرت تغير مع الماء خديت تغير المادية على أو إلا مثلا را خففت منها ومن هذا وطحمتها هنا واش بهذا الطرق بثلاثة هي كتأثري لك أنك ناخدوها بشكل يومي أو لا لا إلا شي طريقة من هادو را كتقدر تخفف لا أي طريقة يومية مدة طويلة يعني كنفوت واحد الشهر حيث معروف أنه كنفروا دي كورغ مثلا شهر دي الحلبة الناس اللي عندهم فقدان الشهية أو بغير يزادوا في الوزن الناس اللي ياخدو مثلا الويزا أو زعتار تهوى شهر باش يساعدوا للهضم وليترخاو لكن من كالطوال ولكتولي في بواتير يومية هنا في كونه مشاكل الناس أيضا بزاف الناس كي ياخدو السلمية باش كتتعون أن لنا ذاك لاغي تنسون دو الاحتباس سوائل ولكن كتسبب لهم فارتفاع الضغط دماوي صح ولا الناس اللي دي جا عندهم ارتفاع الضغط دماوي ولكن كمزاف الناس اللي ياخدو السلمية يقولك احقا تطيح السكر كتطيح السكر ولكن كتطلع التنسون خصا نردو البال وش خاص العدوز الكمية المقدار المشي المقدار ولكن الواتيرة كي على شحال اللي كنناخدوها على شحال شميل مدة كنناخدوها أنا بزف الناس أصلا اللي عندهم لا تنسون كي أخذ السلمية إما باش يتحيد لهم المافدات ديالهم ولا تحبط لهم السكر كيوالو التنسون طلع عليهم كتر ولا الناس اللي ما عندوش مشكلة في تنسون كي يخذوا السلمية مثلا واحد تلتشهر شهر شهر كمكير مثلا باشي تحيد لهم المافدات ديالهم كي يطلعوا التنسون لك يردو البال لدى المعلومة لأن السلمية منك تتخذ مدة كتيرة تسوي لها القادية السلمية. حتى السلمية نحن نخلطها مع نعناها في آتي. ودبل برد جاي فالناس فينا غشرب السلمية بشكلية هو كبير. واش هاد خلايطها ديالة يعني كن ندرها مع آتي. حتى هو ضر أو لا الإنسان اللي يأخذها بوحدتها. دبرا كيلي كي يبسها. كيلي كي يأخذها بودرة كل واحد كيف يأخذها. كما ذكرتها جميلة هير المسلا ما غاديش نشربها كل نهار ممكنش. مثلا لكنا غا ندرها مرة مرة غا نخلطها مع آتي ولا هدا ما فيهاش مشكيل. ولكن لي كي يأخذها بوحدها. الغرض أنه يحيد هذك المال عنده في الدات ديالور غا تطلع لي لاتنسون. صح. وسيخطو بالنسبة للناس الخطر اللي على الناس اللي عنده مرتفع الضغط دماوي. ايضا من بين استعمالات ديال الأعشاب مثلا الناس بزاف الناس دبا ولو بحلفت كي يدروا مع الما وكي ياخدوه باش ما تجيهم مش للكحبة. الناس مثلا كي يديروا تومة بزاف باش يكم انتيبيوتيك. صح. قبل ما تجيهم المرض. منساوش وكي بدوا يسخفوه بزاف لانا منساوش ان تومة تتحبط لاتنسون. الناس اللي كي يكدوها كل نهار مثلا خلف فصل خلفت يقولك مثلا أنا شهرت سعود غا ناخد تومة كل نهار باش موجد راسي لشتا. صح. باش ميجينيش مثلا لكحبة والحلاقة مو هذا وهذا ولكن منساوش ان كي تتخذ كل نهار كل نهار كل نهار كل نهار رغت تهبط لي الاتنسون دونك يردو البال لانا كي يبانوا بعض الاعراض. ما تركي الناس اللي. أنا سنعرف ناس اللي كي يخدوه بوحدة. مثلا سن واحد يعني كي مبغوا هادا. أنا كانوا عندي واحد في الفحص طبي المرضى اللي تيقول كي يدروها بحل يعني كي يخدو كميات كتيرة وكي يدروها كمبودر مع زيت العودة دكشي وكي بدو يأكلوها مع القبحة وكي يعانيوا من خفاض الضغط الدموي كي يجيوا بسبب هادا العلامة كي يشكوش لغضة الدراقية وش هادا وش هادا. احنا ملي كان بحثوا كتر. كلقاوا ان هاد ناس مسلا ولا تنقولون فالله هاو استاذ. لونك الناس يردو المال من استعمالات اليومية ديال الاعشاب ولا ديال هادشي اللي مزيان دات ديالنا هالا استعمال ديالو يكون مقنن ويكون معاقلا. كيف قلتي توم الحاجة اللي ربما احنا كن نسمو بها بزافة لالامور ومن تندنس الان يدلقى ديال العشكل البوماد اللي ولينا نسان دروها في فران وكن ناخدوه يعني ولكن كي يكون درس كابل يعني وكتخذ وكت يعني نعمال مخصصة دل مع الخبز كتتوزاف بزافة الحاجة كي ياخدوها بحل دولي الاسف لان الناس ما عارفين شي قدروا مغالطات لانتاغنت شي ناصر حن هدا ولكن كيف يدي استعمال ما كتكونش هتك كتسبب لي نفل اضرار بزاف نعم لدي مشكل كالقوا بزاف مع سوخته التومة والسلمية والحلبة الحلبة يردو منها النساء بزاف لكي ياخدوها من اجلة باش زادوا في الوزن ردو البال لانا كنشوفوا بزاف الناس كي ياخدو هاكا كبير يعني على الريق كي ياخدو واحد معلقة دي الحلبة وكي شربوا هاكا كراغة غت هبط لهم كت هبط مشي غت هبط كت هبط لهم السكر واحد مستويات لي خطيرة جدا دوك الناس ترد للبال انتكلم بما انا تكلمنا على الوصفات هجي نتكلم واهودة على واحد الوصفة بما ان البرد ديال الشريحة زيت الزيتون والثومة سمعتها؟ طبيعة الحالة كلنا طبيعة الحالة دوك ديال الشريحة اللي كي يقول لناس الشريحة البلدية اولادك الشريحة المكركبة شريحة كتفور بعد كتدر كتدر فيها الثومة وكتدر فيها زيت العود وكتبقى يعني انا كتماسية صراحة جيدة ولكن ما عارت وجدتني انا صعيبة ان انا ناخدها كل نهار اهلا كل نهار لا طبيع اهلا اجي نصحوا الناس طريقة الاسلام وكيفاش يستفدوا منها وكيفاش فعلا حسية بزاف على النزلات للبرد وعلى السدار وعلى هاد الامور هي مزيانة كدواء ماشي كويقايا لانا ما قلتيا شوية صعبة بسر لانا ديجا فيها العسل فيها الثومة فيها تب نسبة الناس اللي تكونوا مراد مسلا بسكري وغي ياكلوا ذك الشريحة اللي هي حلوة وزايد فيها العسل مشكلة الناس اللي كي يكون عندهم ذكال البتية تنسون دايما التنسون عندهم عشرات سعود وغي بدأوا ياكلوها كل نهار كويقايا غد زيت هبط لهم تنسون غيحصوا بصخفة هي مزيانة كايلاج دونك الناس اللي عندهم مسلا تعفونا دير ريئة لبرانشيت الجنرال من رواح اكس ترا دونك ياخدوها كدواء يعني من غلن ناخدوها دوى واحد مدة أسبوع ما فيها مشكلة أما كويقايا من كنا ندرو على الويقايا يعني واحد مدة طويلة غنستعملوها لا مايمكنش صراحة كيف قلتي انا من الناس اللي عندي تنسون ديما النازل فبني اخديتها صراحة قلت ما قدرتش عاليها ما كتش عارفة بلي من تم واول من من شرحة غير انا جاني هي في المادة غزوينا ولكن بش انك تاخدها كل نهار شوية صعيبة لا كويقايا مثلا عن وجدو داتنا مثلا الفصل الشي تأول ناكلوها واحد شهر كل نهارا ميمكنش صعيبة بزف نعم هنا تكلمنا على بزفت المواد ما تكلمتيش على المادة اللي زوي ولا اللي هي الشوكولة خليطة يلا خليطة يلا خليطة مع سكر تماما شوكولة مواد مضادة لاكتئابة اللي معروفة بزف اللي فيها كمية كتيرة دالماغنزيوم وفيها الفيتامينات من النوعباء فيها البوتاسيوم كتير يرخص كل كمية هذا قد مكن فيها لا كنا كنش بزف ابواطا يعي ابواطا مخاش يكون حالي تكون مر كل ماكيقدرش عليها يعني قد مكنت نسبة الكاكاو كتر في الشوكولة لا يوجد نسبة البوتاسيوم والماغنزون فيها كثيرا كثيرا بالنسبة للناس الذين يريدون شيئا خفيفة في العشية هي مزيانة مع مشروب بدون سكر الناس مثلا يتبعون حمية غدائية و ناقصين بزاف نسبة سكر باش ما يحسوش بذلك الضغوطات وذلك الفرخوستات وذلك يأخذوا هذا الحرمان يأخذوا هذا الطريف دي الشوكولان وغف في العشية شكولات مزيان مواد لي مزيانة بزاف الحماية من الاكتئاب باير من كتروش منها باش من بالنسبة للناس اللي عندهم سكر ما يطلعش لهم سكر وبالنسبة للزيادة في الوزن يعني وحدة ثلاثة دي اللي مغصوا وكافين قادي الغارات أصلا ميتي كون شوكولات دي اللي يعني ما كان قدروا شايري راكي ياخذ الإنسان مغصوا واحد طرح ما يكتر شايري أول شي شكرا لكم بزاف الدكتورة هو دعفان على الموضوع دي اليوم لأنه فعلا مهم جدا وأننا بش نبدو الأصبوع دينا بدون اكتئاب وبإيجابية معك شكرا لكم بزافة شكرا جميلة شكرا سيدافة بالعكس مرحبا وأكيد كل مستمع مستمعات من الاكتئاب غير مشون صحة العيون رفقة الدكتورة فاطم الزهر بن عثمان اللي غيرتكون معنا من دا بشوية باش نتكلموا على صحة العيون وأكيد مرحبا دائما بالتواصل دي لكم في هذا الإيطار من خلال الأرقام دينا أو رقمنا اللي هو صفر خمسة دين وعشرين ستاو ثلاثين صفر خمسة ستاو ثلاثين على شهد ايفام من جديد مرحبا بكل مستمع مستمعات دائما من خلال تواصل دي لكم على شهد ايفام الإداع دي لكم وأكيد مرحبا بالاقتراحات دي لكم من خلال الرقم دينا اللي هو صفر خمسة تنين وعشرين ستاو ثلاثين صفر خمسة ستاو ثلاثين كيف قلنا فقرة نسول على صحتك أكيد مجموعة من المواضيع كتخصنا وكيف قلت في البداية فاليوم كتحضر معنا كذلك الدكتور فاطيم الزهرة بن عثمان أول شي مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك صحيح تك الحمد لله انت يا مزين الحمد لله إذا اليوم غنتكلموا على موضوع اللي كي خصنا كاملي مني سنتكلموا على صحة العيون أكيد مع الدخول مدراسي تبركدات الوليدات ما شاء الله عليهم دخلوا كل شي صافي عرفوا بالكلاس عرف الأمهات ما زلك تغلف الأدوات وهذه الأمر كلها مالي بزاف الوليدات اللي كنكتشفوا مع الدخول مدراسي أنا مثلا عندهم شي مشكلة على مستوى النظر أو للحدة البصارية عاد كي بدأوا الأمهات كيكتشفوا مع الأسرة التعليمية وغيرها كيقولك أنا الولد كيقرب من الصبورات يكمش عيني هاد الأمر كلها اليوم نتكلموا على كل خطوة بخطوة دكتور تفضلي؟ السلام عليكم السلام عليك الله جميلة مرحبا بيك باركلا وفيك بالنسبة للحاجة العامة اللي خصتنا ندروه بالنسبة للصحة العيون أول حاجة خصتنا الطفل يكون ضروري دير واحد الكشف العيني ليقل من ربعات يالسنين باتداء من سنة را كنقدو ندرو دابرة فحوصات الدرالي صغر معناش مشكلة تساس شهور تساس شهور كنقدو نشتلهم عبارات كيني الآلات اللي كيخلونا أنا نشوف لهم عبار ديالهم قبل من وربع سنين قبل ما ندخلنا ولدي مدراسة خصتنا يكون بذار دير فحص ديال اللي عين ديالو والفحص ديال الوذن لانا الحاسات اللي كنستعملو في في القرية صح الرؤية والسماع صح وإلا غادي بديدخلوا حسفراته نقصة الأطفال وغاولي عنده التأقلوم صعيب وغاولي عنده ندخله في ظروف نفسانية اللي كتأتصر والإندماج وبثاف ديال الحويش الثالث حاجة نقصني نراقب الولدي كل عامين نظر ديالو حتى كيوصل 18 لعام 18 لعام وخاك يقولوا استقرار في 15 لعام ولكن ركين حالات لما كيستقر نظر ديالو حتى الى 18 لعام حالات وراتية أو حالات بثاف ديال الحويش كل عامين ندوز له حالي كان ندخل مدراسة كيكون عنده واحد كان ندخل مدراسة يجب أن نوجد تلك الفحوصات اللي عنده ندادر وشحامل واحد نحن لاحظنا بهذا الصيف تهرسوا ندرهم في شهر سبعة وشهر سعود عام يدروا مقاسات تشوف كان عنده العين كاسولة كان عنده قصر النظر كان عنده بواد النظر كان عنده ندر مشتث كان عنده مشكل خصوص وضروري يدر ندادر كان عنده ندادر مدراسة يقدر يطاح يقدر يحفظ حديثه يقدر يحس براسه مكيرك يقدر يضره يقدر يحوال هذا كله خلهم ثلاثة شهر شهر سعود عاد جايين باش يدروا أحقى كنصف أحقى كان عندنا مسافرين أحقى لابيسين أحقى هالرسوم في قصني أحقى هالتشي كله سمانة دباح الشهر سعود وقنا بزاف ديال القسس اللي ولي نحن سنشوفه العبار كنقولو ممكنش الرئيس غريب قبل هاد العبار هو أخاك خلوهم بلاوالو يعني لأنه ربما كأمهات وآباء بعد مرت الله حسن دعوان يقول لك غيف العطلة خلي الوليد صفي مرتاح ما كيلاش أنني نضادر العام كامل خليتي يبدأ القرية مع الدخول المدراسي غنشوفوا هاد الامور فكتقات بريرات لي هي مكن قدروش نحكموا اليها لأنك تولي هذيك الكبيدة جميل هنا تكلمتي على أن مع الدخول المدراسي فيعلانتي يكونوا هاد الاشارات بالنسبة لي لكم أنهم يجوا بزاف ديال الوالدين كيسولوا على صحة الدر ديالواليداتهم قتيم الأحسن أنه مبدو كل عامين أو اللي قبل الإنسان أنه يجي مشخص على عيني وش دكتور كتشوفي أن الناس كتبوا عبد مسألة واللو الناس كيجوا عندكم يعني وميكت توليه يقولك لا دا جدت الفحص قبل ما ندخل الولدي خاصة اللي كنقولو نحنا في ست سنين و سين انتا مدروس وش في عنا كتلقي أن الناس كي واللو تيجيوا قبل الحمد لله ولو كيجيوا ولو عنا كنا كنوجه واحد تحية الأساتي دالي عنا والموالمين اللي كيكونوا مع دراري صغار وكتجي وكتقول ماما أو بابا هدو شحة من واحد الوالدين كيجوا عنا أرى الموالمة كتشفت أن والدي ما كيشوش الموالمة لحظته أرى وخاك يقرب صبورة وما كيقدرش ينقل يعني الحمد لله اللهم لك الحمد أنا كنشكره مع هاد الموالمين في التعليم اللي كيوصلوا أنهم كيردوا البال الطفل يعني يرى هم من دمجد معهم ردين معهم البال كيشوفهم ما كيكتبوش كيشوفهم ما كيشوفوش تحية لهم من هاد الموبر لأن تعاونونا بسف زائد الوالدين تهم غيك يقولوا لهم للمدراسة أو الموالمة كتقول لعفك للا وعفك سيدير الولد ما كيشوش كيجيبوهم أولا كالقوم دايجة عندهم انضادر كتلقى الوليدات كتلقى مثلا شافت صغير عندهم انضادر تدي الكبير أولا كتلقى الولادة كتلقى الولادة أولا هي ديرا نضادر أو درج لا ديرا نضادر كذولك عافك الله يخليك وقتاش نجيب والدي تشحسين اللي نقلبه فيه باش نقدر باش من يكونوا هاد المشكل ورغا نضادر واش غيخدري ولفهم ورغا نضادر واش غاد يلبسهم غادي ولي عنده صافي غيحيدهم واحد سن يعني دروري تشرح لهم هاد المدرور السئلة نحن عن سولة لك دكتور فاطم الزهرة كيد وكل مستمعهم سمعت لي مرحبا دائما بالتواصل لهم رقمنا راه الإشارة 052236 036 الناس سنين خاصنا مشون دوزولوا ليد او الا قبل 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 شحالت قريبا قبل اربع سنين قبل من اربع سنين قبل من اربع سنين خصو ضاروري يكون در تدويز اللولا محبادة لا دراف عامين محبادة محبادة من اربع سنين خصو ضاروري يكون دراف عامين باش نشوف واش نقدوم ديرو الخدمة واش ندادر واش حال من حاجة نعم تكلمتي على ان هذا الطفل باش نقول العادي ولكن الطفل ربما معندوش ويراتك كيف زفت العائلات او العوائل يكالقوا انه تيكونوا كلهم كيدرون دادر وتيجيس الولدوك يقولك خليتان بعد تان بعد تان بعد واش مانس يكونوا يزوجهم ديرين دادر او لا عندهم قصر دير نادر او لا شي حاجة من هذا القبيل او لا ناقص ندر بزاف امت خاصوا مميش خاصوا الوليداتهم هدوك اللي كيكون عندهم ندادر اللي كيكون عام الويرات يخصوا واحد في العام اللول انا عندي ابنت خطيه في اللولة وقدرت بابا هندو مشكل في ندادر فدرت تشخيص في عام ونص عام ونص واختاتي صغيرة سيدي نفس الطريقة وخاهم دابار عنده عامين راب ندادر يعني انك تكين عام الويرات خاص الانسان يبتر شوية وانه يمشي شخاص بكري جميل هنا تعال السيدات غيكونوا كيسولوا ديما قبل ما مشيوا العلامات قبل ما مشيوا الاجابة على السؤال هو ش فعلا الوليد خاصوا يقدر يحيد ندادروا او لما يقدرش ما يحيدهم مشيوا العلامات باش انا الام ترد البال سيف غيكي بقلتي اسرة التعليم شكرا لها لانه كانين مربيات اللي كيردوا البال من الولييد وكيشوفوا ولكن في الدار هنا الام في الدار ديالها شنو العلامات اللي تقدر تدل على ان ولدها عنده مشكل في الندار واشنو نوعد المشاكل اللي ربما كتقدر تكون طاغية اول حاجة غادي تشوف ولدها مثلا ما كيكتبش مزيان اولا عنده كيكتب سطر ما كيكتبش سطر مزيان كيميل اه اول حاجة غصت تشوف نظر دياله اولا كيحكي عينيه يعني يقدر يكون نظر مشتت اولا كيقول لها كيطيح اولا كيبقي يدرف كيكمش عينيه كيبقي يورك على عينيه باش يشوف هذول كيخليهم هم تيجوا اولا كيكتبش تشوف تلفازه اولا كيبقي يخرج كيبقي يزير عينيه باش يشوف اولا اولا والدي كيقرب الحاجة العينيه عار كيشوفها بالنسبة للقصر النادر اللي كيشوفه من القريب ونكشوفه من البعيد اولا كتقول لكرا راسكي يدرها اولا كتكون كتكرة ولا كتدرشي مجود اللي فيه مثلا كتراشع معها اولا تتقولي راسكي بدي يدرها ولا كتقدرش تكمن بهايه هذو هم العلامات اللي كيخليهم كيشو يدوزهم علامات اللي كتكون بينات ذلك الوليه اللي كيقرب تلفازه بزاف وكيبدو بعد من تلفازه هذي تهياته هدا امر من الامور اللي ممكن انها هتدل على انها كين نقص في النظر اكيد هنا بغين اعرف معاك شنو اهم الامرات اللي ربما كتقدر تصيق الوداس ديانا ولي كنكتشوها مع الدخول المدراسي هذي الفرصة قدام كل الامهات والاباء لها المسألة هذي وتشخيز ونضادر حاجة اللي هي كتحمي باش هكا حتى نفتحوا قوس بالنسبة للوليدات اللي كيكونوا عاملين نضادر كيكونوا صغار كيكونوا عليهم واحد بزاف ديال التنمور فاته هذي امر حالة خاصنا نولف الوليدات انها حاجة طبيعية وانك تدير نضادر ديالك وانك نخليه يختار الكل وغدية الكادر وهذا الامر كلها باش عالاقل كنقدر نفسيه مازال نرجع معك دكتورة فاتيم الزر بن عثمان لدي اخي صعية في امراض العيون وتصحح النظر واكيد كل المستمعات اللي قدرونها هم يتواصلوا معنا اكيد موضوع انك يخص صحة العيون بالنسبة للوليدات الصغار واكيد حتى الكبار حتى احنا نسؤوله على ايننا فمرحبا كذلك بالاسئلة ديالكم المباشرة على الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 مواضيع اخرى نذكر بها كذلك دائما في الحلقة ديالي اليوم برنامج شهد الاسرة اكيد نذكركم حتى المسابقة ديالنا اللي من خلالها كتشاركوا وكتوزون معنا كلنا هنذكر فقط بالرقم ديال الواتساب اللي هو 070 0040 4040 دائما على شهده افم واكيد مواضع مختلفة موضوع غايكون فهو هي موضوع اللي هو مهم جدا وكي همنا الجميع عايكم ورفقتنا التعليق عليه الكوتش انا السايغلي وكوتش التنمية الداتية والعلاقات الاسرية فمرحبا دائما بتواصل ديالكم من دابة شوية رجعون تكلموا دائما على صحة العيون رقمنا بشأنكم تشاركوا معنا هو 0522 36 036 مازال معنا ومعاكم الدكتورة فاطم زهرة بن عثمان اللي هي اخي الصئية في طيب وتصحيح النظر اهم المشاكل اللي كانت تصاب الوليدات ديالنا شفنا مع الدخم دراسي سبارك الله اننا بزاف ديال يعني المعلمين الاساسي ذاكرا تضلوا هاد مسألة وتيوجهوا الاباء فانهم خاصوا مشخصوا لوليداتهم على العوينات ديالهم لان تيشوفوا علامات منها ان الوليد الخط ديالو كيكون غادي وتيميل او للكتابة ديالو كيكم شئيني باش انه يبغي يشوف ذاكلي كيقرب للصبورة او كيقرب للتلفازة فالضار دونك هادو علامات هانا سولتك قبيلة على اهم الامرات اللي تيجو عليها الوالدين فعلا فهاد الوقيتة هادى ولي خاصنا بتروبها في البدايات لعمر ديالوليدات اول حاجة كان قصر النظر لعوينا كبيرة يعني الصورة لا تجيش على الشبكة وكيكون القرنية في قبة يعني القدرة الانكسارية تكون فيها خلال لا تجعل الصورة تصر واضحة للشبكة هادو يكونوا يشوفوا القريب مزيان ولكن الصورة البيض لا تشوفوا مزيان القريب تقرب واحد المسافة باش كتشوف مزيان ولكن اللي بعيد كتشوف مضباب قبل ما تسبلاش صورة واضحة هادو غير ببني كيجيو كان دولهم ماقصات كان عبرو لهم تشوف كتلاهو تشوف المشكلة اللي كينا هي لكان مثلا عنده قصر نظر في واحدين وعين عادية كتسولي هنا ليل كاسولة ليل كاسولة بالاخص عند الاطفال كتسولي مثلا عين عندها قدرة انكسارية كبيرة مثلا قصر نظر وعين عادية وكيكون مثلا فيها ناقص 12 او ناقص 20 ووحدة عادية تيكون اختلاف بزاف الضماغ كي بايشوف الصورة اللي كتسكون واضحة كيمشي اللي كتسكون واضحة يعني ما كيخدمش بها ديك اللي ناقصة وباش نشرحو هاد ناقص مثلا عشرين او ناقص ثمانية ارى ماشي اللي ناقصة ماشي العين حدة البصارية حدة البصارية الجاجة اللي غادي نديرو تمه هي اللي فيها العبار دي الناقص حدو انك يكون زائد بحلو حتي دقت ليرا واش ديك عينو زايدة قلت لي هلا ارغي جاجة فيها العبار الزائد باش كان قدو العين بالنسبة لهاد الحالات ديال القصة الناظر الحمدولله يتدلهم تصحح من الضارات او لا عدسة صلبة كيقدر يكون وكي نحل وحدة اخر دبا اللي كي نتبارك الله مزين هي عدسة كي لبسوها في الليل مدرالي صغار اللي كيكون انهم قصة الناظر كيكون في واحد الواصلة واحد الحيد الاستعمال ديالها كي ناس بها في الليل وكي نوت صبح ما تيلبش نضادر كي حيد تا ديك العدسة او لا؟ كي حيد تا العدسة كي نوت كي لبس بيا كي ناس بها كي بسا في الليل وكي نوت صبح تصلح ليه ذاك ال غرجعون تكلموا على ذلك المقطع فاتم الزهراء وأكيد كل مستبيه وساعد لان بزاك الامات ربما تي حيروا مع ولادم يقولك ما كي بغيش نلبس لي نضادر ليلانتي ما كي بغيش يديرهم هاد الامور كل غرجع ناخدها معك ناخدوا سؤال جلسي ساعد من الضرب يضع سي ساعد ساعدة 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 مرحبا بيك ساعدة 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 الساعدة عيني هذي شهر أو شهر ونصف تدمع من العين ليمنع تدمع لي من جيت هنا من جيت من القنف هذين يشي من جيت الدمعة؟ من كتتخرج الدمعة؟ تدخرج من في الماك نشي من الغص تدخرج من في الماك مشيت لصيداليا باش ناخد انتيبيوتيك ولكشي وعفتني قلت العين هذي من تنسوا تدمع تدمع ماشي دائما غير حسب ما عرفت حسب هوا اللي تكين مره مره وكتزعجني لأن بعد مرة نقول ما نمشيش عن طبيب هيا دبا نهار ما لمعات شيك ولكن عودتني تدمع لعندك لها سؤال ولا سؤال ديالها واضح فاتم الزهرة؟ واضح سؤال دياله واضح سؤال ياربغت تسمع السوت ديالك فاتم الزهرة؟ سألك واضح الحزة شكرا لك سعيدة وغز بقى معانا في الاستماع ان شاء الله سنجاوبوكو أكيد كل مستمع ومستمعات مرحبا دائما بالأسئلة ديالهم في الموضوع اللي كيخص صحة العيون على صفر خمساتين وعشرين ستو ثلاثين ستو ثلاثين ستو ثلاثين جميل هنا تكلمتي على أن اليوم كينا وعمل عدسة صلبة ليقدر الوليدي يديرهم انعس بهم وفي الصباح يحيدهم يعني بحل الدارات ليلية عدسة ليلية هنا الناس غتبغيت تفهم حت مثلا احنا كندل الحاجة باش العين تعوط او لاتقاد او لاتقاد هنا مني غندلوا لي واحد الوقت ديال مثلا تناشر ساعة او ثمانية سواية على حسب النوم دياله وش كافيا بعد الناس غتبغي تعرف وش حال مدة اللي كديرها الانسان هذه الأمور كلها بالنسبة لهذه العدسة اسمي تالغتوكا هذا تقريبا واحد ستسين كنوضروا لها في واحد المؤتمر وشمدوا الله دابا بينوا بزاف ديالاطفال اللي كي لبسوها وكينوضوا الصباح ما تبقاش عندهم المشكلة ديالاندادر واحد بعد الحل اللي كنخليهم مستقلين على الاندادر ما كيكونوا تمشوا مدراسة بالاندادر يدروا الرياضة ديالهم بالاندادر كنت لبسها كتخليها مقاسات بواحد الراجو وكتخلي العبارة ديالها وكينبسها هو هذه العدسة كتبقي ترقبها تترقب لها في الأسبوع الأول في الأسبوع الثاني من بعد كتخليها له كتبت لها لها ككل ستشهور أو لثمان شهور وكتخليه بها اللي مهم أنه هو بعدها كنا ركينا هاد الامكانيات لانش حال من حاجة كنقلبو دائما احنا يا باش هال مشكلة للنظر هاد نحيده وش هو صغير ممكن شتير عمليات تتوصل ثمانتاش لاما تقدر دياله صحيح ناظر هادي بها دا واحد الحل المؤقت اللي كتخلينا بعدك هنا كنروحوه لان هي شتو كتدير كتحتها فوق القرنية لان القرنية كتكون مثلا في لام يوبي كتكون طالع ني كتديرها هي في القرنية كتتبطها باش كتخلي القدرة الإنكسارية ديال الليل كتبقى النهار كام نويا مستحى او تاني خسات يلبسها في الليل او تاني هي كتستحى واش كين واحد العدد الساعات اللي خاصتهم يلبسهم في حالي قلتي للا غير ديال النوم جميلة من ثمانية تسوية تلتناشل ساعة نعم واش حركي بقى الإنسان دير هاكتش تقريبا تتقدير تبطيط لها كل ستشهور او لثمان شهور او لكل عام الحمد لله زع مكانيين ديال كله نسع تلقات عليها إقبال هاد النوم هادا خاصت تسلو ليدة تسغى على مقدة ولينا كندرهم مثل 18 لعب لما عندهم مش مثلا نحل بالنسبة انهم يدروا عملية او لما عندهم مش إمكانيات باش يدروا العملية كندرهم هادا العدسة هادي كي يلبسوها في الليل وكتتصلح سال الناس اللي عندهم نشوفيها لانا كتخلي ذك الدمع في الليل فوق عينك وكتنضي الصباح كتكون عندك عينيك مرتبة وكتشوف بيها مثلا ولكن خاص داروري غيكون واحد الامر اللي كتنصحوا بها هاد الونيد هاد سيد هاد في النهار اشنو يديران بقونا عرفوها معك دكتور فاتيم زهرا وأكيد كن مستمعين من السمعات ناخدو الله راشيدة من الرباط سلام عليكم راشيدة سلام ابنتي جاميلة الغزالة درافات الله يحفظكم ابنيتي شكرا لك الله يحفظك مرحبا لله انا ابنيتي ديرا لله يرزل العيني انا ابنيتي ودابا المؤمسي لك انا قول ليه سبعة عبتغلي زر وعره لا يديروش يمومن ودابا المشكلة حيت كانت يعيث تقطعو ليه الشبكة ومشكلة غيب قلي ما تخافيش شربو المامي تنصر بلما مشادي كتدم الوعر حدقال لي ديري تالسبعة لابلاتي غيباش نفهمو معك اه خلي الكاسكا قطي مزارة قتي انا كي كتدري اللازغ العين ديالك درتو افنيتي درتو استع ايا ايا مباد مريد درتو حتي مرة مرة بنيتيتي يصيني היהضغ power ااما مorro عندك مش فيه idag قدري بانتو افن بزارة واشانتي فيك سكار علىرجية انا عرفك تسوقلك الدكتور واش فيك سكار ياwei افن عطل بنيتي القربة البعد ما تنشوفهم بيانا بنيت قال لي الطبيب بقيت والوت الماي جديد معزوزة وحب بيعزوزة من عبد الله ولم تنشوف شو يا الحمد لله الله ما لك الحمد لله كما بصيرت كما بصيرت كما بصيرت كما بصيرت تكلمي على الحساس دي اللازغ أنك ما قدرت يش تكمليها كما بصيرت تسمى لها تنصر بالماء تنصر بالماء حتى يدك تتم الوار هادي حاجة فهم سؤال ديالها بالنسبة لك فاطم الزهر فاعد واضح لا رشيدة الله عددك صحيحة شكرا لك بزاف على سؤال ديالك وتبقي معنا في الاستماع رجاءا وأكيد شكر موصول كل مستمعين المستمعات اللي قدروا يتواصلوا معنا رقمنا دائما را نشارتكم 05236-03537 بسؤولوا على صحات النظر تكلمتي دكتر على مسألة ديال واحد العدسات صلبة اللي كيدرهم الوليد او لاحتل يعني احتل 18 سنة كيدروا بالليل قياس ديال 8-13 سنة اللي حسب شحركي ناسو هاد الوليدات وقلتي انها بحالي كتسطح خاصة في الميوبي او لنقص النظر هنا الناس سباح غتدي العمل ديالها طبيعي كتعرفي ان تبرك تضع اليوم التليفونات بزاف ديال امور فاشنوما النصائح اللي كتنصحو هاد الوليدات او لهاد الناس اللي غيتتبعو هاد الوسيلة هادي باش فيعلان تعطينا تأجليه مزيانة اول حاجة بعدا كينا ميقربوش الهواتف نعم بالمره بالمره اعلى لانه باش تقدر تعطيه بعدا كينا نتيجات تكون مزيان الهواتف الذكية او لا هما بعدسة او لا عدسة والاطفال اللي كي ديرون مضادر زمامل احسن مديروش هاد الاشيعة لان احنا برسنا ما عارفينش من انا واحد عشرين عامش يخرجونا هاد الاشيعة في الهنين لانه كيكون واحد تقربوهم بزاف او لا تبقوا بسوية بزاف قدامها صح تلفازة مش مشكلة يشوفوها ولكن التليفون او لا تابلات يبعدو منهم عاما بالنسبة موالين هاد الادسة اللي كيناسوا بها طروري يخصي كون نضعفاء بعدها من يشوفو رسمك يشوفو بها هما يطلو فيهم هما رسمك وليو خافوا عليها اه يقولو انا اي تيارة شوية مكلفة يعني اذا طرف البيلا تحت رسط او لا يديروش يشوفها جيدا وبالنسبة الاطفال التي يدرون مضادر تقريبا واحدة عشرين Will you make one of them اذا كان يتلقى كل مرة ها عشرين ها عشرين ها ثلاثين فلمية لذلك تكتغل القسم كنتي تتلقى واحد منضادر ستتلقى على الاقل واحد ارباع او عشرة عنو من ضادر. من كاتر شور ديس لانو ماد المشكلة هي ديال قصرنا دا. دونك من الاشياء المهمة ان النظافة يحافظ عليها يبعد على الشاشات ميقربهاش يعني العين دياله بزاف سيعمل كثير الشاشات حتى هو هذي اللي كتخلي ان المحافظة لها عاد وجدك تغيير دياله كل ستشهر. ها التغيير رجع وش هو اجباري او اللا انسان وضعوه او اللا هي عنده واحد لا ديوري واحد فترة الحياة اللي خاصة تمشي فيها دياله كله دائما نرفق تكون رفقت كل مستمعات لأكيد مرحبا بتواصل ديالهم رقمنا دائما راح الاشارة 0526-036-035-36 على شهاد يفهم من جديد دا مرحبا بكل المستمعات دائما على شهاد يفهم وأكيد مرحبا بتواصلكم رقمنا راح الاشارة ديالكم كاملين 0526-036-035-36 تنتكلموا على ساحة النظار وشفنا انه اليوم كين واحد الحل اللي هو بنسبة الامهات اللي ديما تيوحلوا مع الوليدات ديالهم خاصة في قصر النظار مادرش ندادر ديالو وش غنبقى أنا معاه في المدراسة وش درسيهم وش مادرسي بش ليوم قلتي كينين عدسة صلبة لي هي مهمة ومفيدة فالناطق هذا وقلنا التكلفة ديالها شوية غاليين شوية غاليين فالناس كتحاول تحاول تحاول إليهم مش كل شي متوفر عليه هنا الناس ديما نغات بغيت تعرف قلتي كل ستشهر كنبدلهم وش هما احنا خاصنا ضروري بدلهم دا كل ستشهر او الانسان كيقدر يبقى معاها مثلا مدة عام او اكثر بحال ندادر العاديين لتال العام عاد الانسان كيبدلهم ويشوفوا المقاسات عودة مجديد هما تكوين ديالهم المواد اللي مكونين بهم مدة الصلاحية ديالهم واحد كيقول لك 8 شهر وحتى مثلا الطفل كيكون في النمو يكون انظر العبار ديالهم كي تبدل كل ستشهر او العام يعني هذو كل معوامل كيخلوا انها تبدل ولكن اللي جيتي تشوف مثلا الحل اللي كانت في حلقة مماشي كلهم المشاكل ديال اللي عندهم قصر النظر كان قدوا ندرها لهم كان واحد العبار كان نصله فيه اللي كان نحاول نقصر حلومات القصيرة والحد الان الحمد لله كانت اجيزة مزيانة لا دوليها الرعاية وخلاوها مزيان وشي كتبقى لهم حتل 8 شهر لا تتبقى صاينة ما كتبقى ترسلهم وليش حاجة ردوا مع اهل بال واحد عسلين الانسان كي عاودي بدلها وحنا كنحاولو دبا احد الان هات شركين ولكن الان ما غادي وكي تطور لا ربما تبقى شي حاجة مثلا تبقى مثلا عامين تل سنين ما حال محادي روما كانش حال محادي روما كانش صح كيف قلت دائما المجال اولا الالم كي تطور خاصة من المجال الطبي فهذا جميل وانسان كي يواكب غير كنتمنى وانا الاتمينة تكون رفقا لا لا رفقا رفقا ولو الناس اللي كي يجبوا هاد الالسات كي ردوا البال انا راكين هنا يا واحد الناس وعنهم واحد طاقة ديال الشراء ما كيبقوش يدروا ذاك الاتمينة الخيالية باش تهوما كي يقدو وخي يقترحوا الوثيلة نكونوا مفتحنا قادين نكتبوها ماشي نكتبوش حاجة اللي عاوثاني نزيروا بالوالدين ندخلون في ازمات ويمكنش مزيان اننا نردوا البال هاد المسألة هدي ناخدوا سعاد نمكننا سعاد السلام عليكم السلام عليكم مرحبا لا لا تفضلي كدر تخصيم الحمد لله ربي حفظك عادي تخصيلا كان ممكن بغت نتواصل مع الدكتورة مرحبا كتسمع لك شكرا مرحبا مرحبا السلام عليكم تفضل سعاد شو بختي انا بغت نظر على قبل شناتي عينيها بجر عينيها بجو جمالهم دارتلي هوملايزر عندها تفضل سعاد سعاد الخط كي بدي مشي كنسمعو كلمة والاخر ما كنسمعوش دونك حمد قدت عينيها دارتلي هوملايزر دارتلي هوملايزر بجو جمالهم والعين اللي سريم تتليها في مرة والعين اللي مية بقي لها فيها 20% ودابا جثتها الجلالة في عينيها اهام دابا جثتها الجلالة في عينيها من فوق 70% نعم ما عرفتش واش غنديروا لها هاد العملية واشكاين امل بانا غتزول ديك الجلالة وينقص الحريق والضبابة على عينيها اهام ولا غدي بقى نص الحريق وغدي بقى نص الشوك يعني ما غتزول في حاجة واخا واضح سؤال واضح سؤال ديالك سؤاد شكرا لك بزاف على سؤال ديالك واكيد مرحبا بالاسئلة ديالكم مازال رقمنا راه ناشاركم 05226-0356 هنا اه من غير نقص النظر اشنو الحلول من غير هاد العدسة اشنو الحلول اللي خاص يمشوا معها الوالدين اول حاجة اللي كان هنا هما النظارات نظارات كانين الحمد لله متوفرين يمكننا حتى الناس لانهم عبار كتير ولا كترقق الجاجة بنسب مختلفة هاد النظارات الحمد لله ولا بدراري صغار فيهم الالوان كما قلت هنا بجاملة فيهم هادوك اللي ما يدروش في النيف لان خصنا نردو البال لان نظارة يدرو في النيف كي يزيروهم سكن دراري صغار كلهم لبسوهم لبسوهم والو خاص يميقوا لابسينهم على الاقل نهار كامل اول وخصتصوا في الودن تهيات تقدر نردو البال باش ما تكونش هادوك اللي وراء الودن تكون قاسحة أولا هادو عوامل كلهم نرفض نظارات لاردنا معهم البال وخسرنا شي حاجة مزيانة تصفقة جمالية وصحية وصحية ومشي بكاليفة الحمد لله كل شي موجود بأتمينا مناسبة نضادر كندر لهم المقاسات نستعلم في حلقة كل جميلة كانت نبتلهم كل حام اول عامين نقدقوا على حالات لنشوفهم كل 6 شهور واللي عندهم منظر مشتت ضروري كنت نطلبهم فحوصات باش نشوفهم باش نشوفهم ما كنش مشكل في القرنية من غير الانضادر كانت جي عنا حاجة اللي كان قد نديرها من عشر سنين او لان كانت مشكل اخر قد نبدأ من عشر سنين عدسة صلبة اللي يلبسوها في النهار قد ننشل الساعة اللي في النهار قد ننضي الصباح تلبسوها في عودي تدير نضادر تمشي بها المدرسة ديالك يقرؤوا بها تبارك الله كي ينجحوا بها يشوفوا بها حسن يعني بحدنا الضارات حدنا الضارات غير هي في العين عدسة صلبة ماشي عدسة ليننا كتعطي صورة احسن لانك تشدي الصورة كتعطي ذلك الججاج كامل تحتها لي في عيني كندرواها في حالات اللي كيكون يعني مثلا العين كاسولة لانك تلقىها بالعدسة كتشوف حسن اولا كندروا بها دفوع ترويد كنشتوا مثلا العين مزيانة ونحطوا العبار ديالها باش تشوف بها مزيان يعني هذا الحل هذا تبارك الله تستمر في بزاف ديال المشاكيل ديال العينيين بزافة المشاكيل ديال الصغر اللي عاونونا فيها هاد الهدسة ثمن مناسب كيبقوا صالحين عامين لانتها المادة ديالهم كتخسر على عامين اللي حافظنا عليهم وده شي كيبقوا عامين والأتمينة الحمد لله حمد لله حمد لله ذا بول مزيان مزيان لانتكيقولك دكتور دكتور راجيت ما كنتش انشوف المدراسة كتجيني صعيبة وليت كنشوف مزيان وليت كتجيني سهلة يعني هاد الجملة هالي كافيلة باجأنا تخلي انا اللو وليت كنشوف حسن وليت كقدر نركز كتر وليت كنكتب حسن ولكتشوف ماما وكتقولك اول مرة كتتقولك واو ماما زي ما شافت ماما أول مرة شافت ماما بودوح جميل صراحة احساس زمين مرحبا أيضا بكل مستمع السماعات والتواصل ديالهم وأكيد الأسئلة ديالهم فيما يخص صحة العيون ناخده يحيا منتازة السلام عليك يحيا منتازة السلام عليك تفضل سيحيا مرحبا سيدي الحمد لله العفو مرحبا شكرا لك شكرا لك شكرا لك بارك الله وفيك تفضل؟ بالنسبة لي عندي أنا 35 سنة أفوان 35 سنة وطلع لي واحد شحمة واحد بحل حلا حل اه من الجهة يلي بيضاد العين وغاد يلي الجهة كفلا في الجنب يلا بغيد دخل الجهة كفلا وذلك الشي اللي كنس كل الدكتوري يعني شنو النطيح اللي غاد نسلحني يلا أنا دب عندي 35 سنة كنقول إن شاء الله مستقبل قدر تعطر علي ذاك بحال كيقول لله الجلال او الله تضفراته ووحد شنك يقول لها ما عارض مع مكدوسي عليها؟ عمرني كنقول ده بندوزه بندوزه مع الوقت والله ما دينش لك شي مشكلة لا مستود النظار كتشوف مزيان بقي ما ضرقات لك موالوك؟ لا عندي النظار عادي يعني عندي عشرة لعشرة و الحمد لله كنشوف مزيان لا عندي مشكلة الحمد لله واضح سؤال ديالك سيحي ستبقى معنا في الاستماع رجاء شكرا بزاف عليه وأكيد مرحبا بالأسئلة ديالكم ما زال فيما يخص ساحة النظار وفقات الدكتورة فاطم الزهرة بن عثمان اللي هي أخي الصائية في أمرض العيون مرحبا على صفر خمسة اتنين وعشرين ستا وتلاتين صفر خمسة ستا وتلاتين كيف مكليك ما كدك توصلوا معنا حتى من خلال صفحة رسمية شدا يفهم شوفنا صبرك الله أنا أهم المشاكل هما هادو سنشوفوش كيني مشاكل أخرى الخاصة من ردوها الوالدين وردوها تحنا البال لأن بزاف الناس ربما دائما كتشكي بعينيها فاش تكلمتي قبيلة على الإنسان اللي كيحكي عيني أو لهذا تحنا بعد مرات كتحكي عيني كتحسبها الرملة كامشي وفاغ الحساسية بزاف الأمور عود مسألة مهمة اللي تكلمتي على الدران ديال الراس بزاف الناس الآن كتثول يومتي يقول قدار نراسي ما عبرتش من ناس انشوف فرطيبات دران دراس بالعينين رفكت دائما دكتورة بطيب الزارة وأكيد كل مستمعهم سمعتلي قدروا يتبصلوا معنا رقمنا راه الإشارة 0522-036-036 على الشهداء ما زال معكم ما زال معنا الدكتورة فاطم الزارة بن عثمان أخي الصائفة بالعيون كانت تكلموا على أهم الأمراض اللي ربما خاسنا نردوها البال مع الولدات ديالنا سمعتك قبيلة العلاقة ديال الألم بالرأس مع العينين يعني بزاف منا وغيكونوا كيسمعوني بزاف الناس اللي يغضوك جميلة بصح يعني أنا كنقل قاسين كي درنا رأسنا بوحد شكل غريب كم قام قولوا شقيقها كم دون قولوا الله رأسنا در نظر بن البرد يعني بزاف ديال تعليقات ولكن قليل اللي كان قولوا أنا ربما عدنا شي مشكل على على نظر غناخد الجواب دير كغير وناخد محمد من أقادير محمد السلام عليكم السلام عليكم برقتي بالخير الحمد لله ربما يحفظك مرحبا سيدي برقتي أنا قاعدة المشكلة كان العين بقصت لي الشبكة اهام بقصت لي الشبكة ديالواحد العيل اهام ومهلتها لذلك العملية كي باش تحت لك الشبكة الشبكة هذا تقصت لي بالذكر تقصت ليك بالذكر واه اهام اهام ومحيق واحد شوية تاني بذلك العيل الاخرى اهام 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 نخذون نصائح اهام يهام بالنسبة للدمع يقدر يكون لدينا مشكلة في الخالة لأن الدمع ليس تثبط في الخط لدينا فوق العين هذا الدمع يقدر يكون لدينا مشكلة في تكوين ديالها أو كما قلت لنا السيدة رأنا عندي هاد المشكل في جهة وحدة وعندما يكون لدينا في عين وحدة هنا قصتنا نسوله واش الطريق ديال الدمع القانات الدمعية واش مسرحة ولا لا عليها عشي سمشي الكشف الطبي أول حاجة عندنا هاد المرضى الذي يقدم عليهم الخصوص خمجة وحدة كنقلبه نحن العينين مجوش كنشوفو ذاك ما جرى دموع لدينا في هنا واحد تقب كنشوفو ذاك ما جرى المياه كيدوز المولى لكان كيدوز ذاك الشي اللي يبغينا لما كانش كيدوز مخنوق ستقدر واحد العملية جراحية باش تسرح ذاك الدمع لان لابقت الحالكك ما كينش منين يدوز يقدر وقع تعافون هما اللي كيجوا مثلا تتقيح لوم ذاك البلاصة او تتسولي عندنا فيها كتكبر كجي في حال واحد تتقيحة كبيرة كدلي عدوه باش عاد كتفش نعم دونك هذي مسألا شحال تتاخد الوقت هذه العملية؟ أولا ما تدير تشخيص هذي تقليبه واحد خمسة دقايق لذا باش عارف شنو كين عندنا لالناس بغيت تعرف يعني العملية واش تاخد وقت واش صعيبة والسهلة كتعرف الناس مع العمليات العمليات كتكون شوية صعيبة ولكن بعد الحمد لله را كتديرها بالبنج كتبنجي كامل ما كتحسي بتشي حاشا كتكون عندك وحسي من الأولى اللي كتكون صعيبة ومن بعد كتولي مزيان بعد الدماء ديال كتولي بتكتسير في المقانات ديالها وبينك اللحظو هاتا عند البنية الصغارة مش عند سيدة الكبار كتلقى عندها 30 عام وعندها هذي المشكلة هذا نعم ممتاز مش هو السؤال ديال راشيدة تكلمات على عندها السكر وعندها التونسيو تكلمات على أنها عملات الحساس ديالها زغى على مستوى العين ديالها قالتك ولكين سبع ما قدرتش لأنه بحلي نقط ديال الدم قالتك سيف وغير الحمدول لأنا باقي كتشوف بالعوينات ديالها نقدروح هنا شنو شنو النصيح اللي نقدرون نقدرون راشيدة حالي قلتيل هاداك سيدة للا جميلة شنو قلتيلة خصوية تسكرتين أتشي كان سبع من خلالكم صراحة أنا كان كررد كلام ديالكم كبتصفين للا لا تكسح قلتيلة شفر المشكل لأنك نتا ما كتضبتش لأمور لك تسكر أول حاجة باش يكون عندها بعدها درت السكر درت ليزر في شبكة ديالها يعني ركنت عندها إصابة في شبكية باش نصطل إصابة في شبكية يعني ركني أن السكر ما مقدش يعني مرة طالع مرة هابض مرة طالع مرة هابض يعني ريجيم ديالي ممزيانش ما كانش عندي أولى الدول ديالي ما كانش مزيان مع سكر ديالي مناسب مع سكر ديالي لكن قال لها طبعا بي أخصص تدير بعض الحصص في كل عيني أنا كم أريد أن نكوي الشبكة ميمكنه نكويها في دقة واحدة نكويها بحصة 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 بجهة بجهة لأن فيها بعض المناطق كانوا دوب كل منطقة لكين وعلى ما قالت كان عندها نازيف لا لاش كيبشوب شوية شوية معها لأن نازيف مايمكنك كوي دياليالمنطقة تكيها بطلق المستوى دياليالنازيف اللي كينتا ما عاد تقدر توصل لها بش كوي هذه البلاصة نعم وش نمانيتا كان كوي شبكة؟ نعم را كنضمرو هذيك المنطقة اللي ما بقاش كي وصل لها الدم بش ما كدرش نازيف ما كدرش أنا كتنكامش ما كدرش العواقب ديالها المضاعفات ديالها نعم وكنخليوا بهذاك اللازا اللي كي كوي شبكة كتطلق واحد المادة المضادة من ذاك المواد كدر واحد اللي في انتي فيجيف واحد المادة اللي كتنفخ المموت شبكة يعني يا لك اللازاغ راو خاكن كوي بيا رسا هو كي يطلق واحد المفعول دياله باش ما كتنفخش شبكة ممتاز صراحة سوعد من مكناس تكلمت علي الحماد ديالها تكلمت علي انها عملت اللازاغ من بعد كتشفو انها جلالة الطبيب قال لهم خاسكم تشوفوا سكار سكار عندها او لا الخزان عندها حتاش فاصلة تسعود دوك ما كانش تقدر تدير عملية ديالها تكلمت واشي لادرت العملية واش كين امال واش غا تحيي ديك الضبابة وغيرها تايا السكار او لا الخزان اول حاجة الخزان طالح ممكناش ندير لها عملية لان لادرنا عملية كين مشكل ديال الميكروب محفظ لادخل الميكروب بالعين ضمر اولا خصصها تقادل خزان ديالها ثانيا خصصت اتعرف ان العين لكان فيها اصابة وكان درد فيها اللازاغ وياخد الشي رماديش تقدر تشوف بها مزيان ولكن ضروري تدير العملية لان لابقت في حلقة تبقى تزدلها فاللهما تحيد هذا بعد اكينا بعد شوية ان هاد الاقل العملية تدوس لها في امان ولا تخلصها تزد في مرة ودك ساعة الله يحفظ تقدر تحليها الجدالة في الشبكية او لا يحفظ ما تبقى تشوف ماشي ما مأكدينش انها غا تقدر تشوف من بعد لان غيرها بعد 11% ما عارفينش ما غا تدير الشبكة مهم وبالنسبة قاتلك تسقط سكر وقاتلك واش غا تنقص عليها الالم الالم لا كان راكي بقى ماشي حي تقدير عملية كيمشي الالم ولكن كي حيد لك من تكون شوية عادية كي ولي كيشوف ولكن من تسكن الشبكة فيها الاصابة بالسكاري او لا فيها لاحف الطيحة بالاسباب واحدة اخرين الشيخ مأمور ما تكون مزيان تسكن على حسب القدرة اللي عندك في هناك نعم الضروري اذا بهي خاصة عنها تضبط سكر دياله باش تنزلها على الاقل من دك نسبة ديال سكر نعم وتعاود تشاور مع الطبيب ديالها وتعاود شوف شنو الامور اللي خاصة تدير باش تبعها على الاقل هذا سجاوبك على سعاد يحيى منتازة تكلم 35 سنة تكلم عند واحد الحيمة اول اسمه هو الضفر ما بين البيض والكحل ديال العين قالك هي مكتأثرش علي حاليا ولكن قال بغي يعرف شنو يقدر يدين منه قدام كيما قال لنا يحيى هذيك الحيمة اللي عنده هو الضفر الناس بزاب ناس يسمي وجلاله ولكن هو الضفر كيما قال سيدا جميلة هذك الضفر لا كان صغير ما كان قيصوش لانه هو باقي صغير ولكن اللي بدك يدخلي في القرنية ديال ليل منطقة الشفافة ديال ليل حيط لا دخل تمه كيخلي لاسي كتخيز دياله كتبقى بيضة كتخلي ديال البلاسة وخك تحيدو كتخشو كتبقى بلاستو بيضة يعني خسك تحيدو قبل ما يدخلك في القرنية دياله وكي بدي حجبت الرؤية شوية لا؟ تحجب الرؤية كي داتا واندر مش جاتلي لانكي يجر القرنية كي عوجها ومنكي نحيدو كي يبقى ديالتراس دياله اللهم اخسك تحيدو قبل ما يوصل لهذا خسو يدير كشف لانا وقال كما امرو ما مش هدر زلائني خسو يدير كشف تابي ويشوفو لكن يتحيد لكن كي حمار كي يبرسطو يحيدو ولكن كي تزاد يحيدو نعم وحمدو الله ده بتحيد يا لوركين مزيال لان مني كان حيدو كندر واحد زيارة عبش ما كي طلاش عاو ثاني كان ناخدوا واحد لمنطقة من فوق ديالين خلايا وكان حطوهم في ديال البلاسة ديال التفر اللي كان ديرو عملية سهلة ممتاز اخر سؤال ديال محمد من اقادير تكلم انه تقصت له العين اولا الشبكة اولا طاحت بالسوكاري اهملها ما دارش مني بدت يشوف ان العين ثانية تبدت تتقص الطبيب قال لهم تروب العين ثانية بعدا عطقوها وفعلان هادش اللي كان قال انه فقد البصر ولكن در عملية ورجع له البصر في العين ثانية العين اللولة فقد في هالبصر قال وش مكينش بحل يتراضي شيرير كيف قال وش مكينش واحد الامل عدو ثاني بس يسترجع نظر ديالو وهو تكلم على السوكاري انا ما مضبط سكار جد جرامات هدا مثال عدو ثاني ديال مشكل ديال السكار اللي يكون عنده انضباط السكاري ديالو تهو وراء واحد المثال انه هوا اعتقى وينا لانه فوقيت ديال العلاج دار تدخل جراحي في الوقت المناسب هوا اعتقى الاخرى لما دارش تدخل جراحي في الوقت المناسب وهملها ما غديش نقدون نمشي وحي تكون امكان يدير عملية يعتقالية طبيب كور اقتر حالي بما ان ذاك الشبكة قادي تكون يولت شيشة اولت كمشات حيط لان كان انكيماش قديم كانت انكيماش ما يمكن لكش تصرحها عدو ثاني ولكن في حالي قناة ما نفقدوش الامل العلم غادي وكيتطور الحمد لله اكيد اتبهم على المختص او للطبيب ديالو ديال السكر باش على الاقل دائما حيط كان عارفو السكر مليكي يفوت واحد المدة راكي يكون عندهم مضاعفات على مستويات كتير على الكيلي على قدم السكري او لمفاصل ديالنا على شبكات العين على بزاف ديال على القلب والشارين يعني فنحاولوا اننا نضبطوا السكر ديالنا والنفسية ديالنا شكرا لك بزاف دكتورة فاطم الزهرة بن عثمان لانت يا اخي الصائية في طيب العيون شكرا لحضور ديال كل المعلومات اللي اخدينا من عندك في هذا ناطق هذا وان شاء الله مرحبا بك في حلقة ماجية بإذن الرحمن اكيد كل المستميم سمعت بما اننا نتكلمنا في البداية انا ومريم مواجه فاشتكلمنا لما مع عائشة او لا عائشة الشنة هاد السيدة اللي نقدر نقول السيدة العظيمة لانها كانت تعطات واحد النصائح دياله وباء غدت اليوم اكيد بزاف الناس كتبغي تعرف الناس اللي كانوا قرب لها الناس اللي كانوا محاطين بها الناس اللي خدوهم النصائح ديالها قرب عن قرب فغتكون معايا من دبش في باق تليفون خلود قبالي لها اعلامية وتبارك الله معروفة في المجال ديالها وبزاف الناس كي يقول لها واش نتيب انت عائشة الشنة هنتكلموا وغتعطينا ابد النصائح وتكلم لنا الهاد السيدة عن قرب وانتعرفو على بشكل كبير فمرحبا دائما بتتواصل ديركم حسين تومى باش انا كنت تشاركم معنا في كل الفقرات وكل مواضع من خلال الرقم ديرنا اللي هو صفر خمسة اتنين وعشرين ستا وتلاتين ستا وتلاتين على الشهادة يفهمنا دائما في كل فقراتنا من خلال صفر خمسة اتنين وعشرين ستا وتلاتين ستا وتلاتين كيف قلت اليوم كالموضوع او حديث ساعة منذ الامس او لا من سنين وهي ما ان شاء الله لها كانت حديث الساعة وكانت حديث ديال كل دار وكل الجمعيات الحقوقية سيدة عائشة شنال للكل عرفها وعرف المتابرة ديالها وعرف انها من السيدات اللي دائما كانوا حامل المشعل ديال انهم يدفعوا لالامهات العازيبات وان دائما المصير ديال ديالك الوليد او ديال ديالك الطفل وانهم دائما كنت تعطي لنصائح للبنات بهذا التعبير انهم يحاولوا ما ينجرفوش امام المشاعر ديالهم حتى إنسان غلط يحاول أنهم يزيدش يتعمق في الغلطة دياله أنه ذاك اللي يضحطوه أو لاشي حاجة باللعكس خاصة الضفر كل الجهود باش أن ذاك اللي ذات يكون عندهم واحد الحق وواحد النصيب البارح غادرتنا لدار البقاء ولكن النصائح ديالها والكلمات ديالها بقى عالقة في الأدهان ديالكتير سواء الناس اللي كانوا مجلسينها ولا الناس اللي خدموا نصائح ديالها أو للناس اللي ربما صادفوها في حوارات أو للناس اللي سمعوا الحوارات ديالها كيف قلت قبيلة اليوم كينا معايا سيدة اللي هي إعلامية مغربية معروفة وتبارك الله حتى هي بسمة الإسم ديالها خلود قبيلة أول شيء كنقول لها السلام عليكم خلود السلام عليكم برحات الله وبركاته أول شيء كنقول لك بعد البركة فراسك لأنه عرفة القيمة ديال السيدة أمام عائشة الله يرحمه الله يرحمه خلود نتي من الناس اللي تي قريبة بزف المام عائشة و البزفة من الناس أنا البرحة مي كان شوف كان شوف أنت في تأذية كانوا بزفة الناس كيقول لك خلود ديال براكة فراسك يعني كيأزو الإبن ديالو تيأزوك حتى نتي انا تعرفت لها في السنة الثانية وثلاثة. اه كانت من اول روبرتاج اللي درت اه انا بديت المينة ديالي كالخحافية في اه مجلات نسائية. ايه? يعني اعتبرت انها خاصة يدر لها البورت غيرها. واحد مجلة كنت كنشتغل بيها. والعلاقة الطورات من المجلة اسرة مجازين مجلة فرنسية. نعم. اه قررت انا هات تارغانيزي واحد لذان ماهو كبير. اه. اللي رسامين تشكيليين من المغريب سيعطيونا لوحات. اه. طابور. احنا كنبيعوها. وقاعدو كل الفلوس اللي كنا كنجمعوك اشبشي لسوليداغي تفينيين. نعم. اه. فيعني اكتشفت اصلا اه ايضا بان الرقم جوج في صوليداغي تفينيين. منا نحافظ البعث كانت استاذة ديالي ديال الرياضيات. اه. فيعني تقربنا بزات. والليس لما درت فعلها عن الروبورتاج كان قصر حل اه. كان قصر حل اه. في مغرب او على برة. اه. وفات العلاقة زي ما ودينا اكتر من علاقة مهنية ولا تتجولي يا بنتي. اه. اه. كان كون مشتجة النصيحة سواء في العالم مهني او في حياتي الشخصية. اه. كان نظر عند ماما اي شاحث. هي عندها كانت عندها واحد طريقة بان او خاتة تبغيك. او خاتة تتبغي تقولك شي حاجة خيبة تقولها. ما عنداش مع النفاق وما عنداش مع مع. اه. ما كتزوقش الهدرع. ما كتزوقش الهدرع. اه. ما كتزوقش الهدرع. اه. 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 دونك خلود الناس تبارك الله كيف قلتي. اه. كنت بتاخدي النصيحة سواء في المجال المهني. واتكتة اخذي النصيحة في المجال الشخصي. اه. ما دم عائشة في أيامها الأخيرة. اشنوك الهاجس ديالها. كيفاش عاشت دالأيام. الناس غات بغي تعرف هذا الأمور كلها من خلال كحت أن تخلود. انجا. ستواحد الانسان اللي قني وعي شتا. ورادة بقضاء الله وقضره. يعني. كالمرض ما كي ياخذ من هوا له ومن. نفسية ديالها. نعم. شخصية قوية ديالها يعني. نعم. ما من كنا يعني من كنا نعرفوها مريدة بزاة. نعم. كنا نعرفوها غادي تخبر واحد. شو السمانات ترتاح. نعم. غادي رغموها ترتاح. نعم. وغا ترجع. نعم. يعني هي كان عندها مرض عضال ولكن. الطريقة اللي هي تعايشت معها. نعم. نعم. نحن اللي نكنا نقوله ما يمكنش يدي منا لحق لباطل غادي تطيح وغادي تنودعه. نعم. وربي بغا بأن هذه المرة تكون هي اللي اخرا ديالها. ويعيات. نعم. يعيات. وخامة كنت كتبية اللينا. آآ. الهاجز ديالها ما تبدلش مني بدات تصري داغي تفيمينين في آآ. ألف وقفع مية ربعة وثمانين عمرو ما تبدل الهاجز. نعم. لأن هي الثلاث المنظورة الخاطئة جدا. نعم. دل الموديل فاميليال. يعني صورة النمطية أو لنموديج. النموديجي اللي عندنا. النموديجي اللي عندنا على الأسرة. ليهو أب. أم. وطفل. يعني بفضل عيشة شنا ولات العائلة تكتر تكون مكونة من أم. وطفل أو أم وأطفال. نعم. آآ. احتضنات الأطفال ديال 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 المغرية كلهم. صح. يعني يا كتب تقول لك الهاجز ديالي في الحياة. أنا 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 بدلت بفضل شويش. نعم. ولكن ما حد المغربي والمغربية ما بدلش النظرة دياله. نعم. الطفل آآ. اللي مولود آآ. خارج نطاق الزواج. نعم. والأم اللي والدها طفل خارج نطاق الزواج. نعم. هاد شي اللي كان ديره أنا منافاش. نعم. وبالحمد لله زع ما كانت آآ. كان عندها نفس اللانجاج ونفس ديال ديال مع أي واحد. صح. تكتر تنقش مع أي واحد. سواء كان عنده يعني آآ منطلق سلفي أو منطلق طيبي أو منطلق مميز بوجود. نعم. مميز بوجود. نعم. نعم جميل. آآ. نعم. جميل. أهآ. أنا توناك نطاق الظواج. أنت قريبة. كنت طريبة منها بزاف. وكتي كنت شوفها. شي حاجة لي ما كان عرفوها شيليا. شي حاجة لي ما كان شباينة. ليوم تقوليها لينا. نعم. 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 وخد وخد الله نصف قولي على بزبت النجاحات وغير كان ديما كتتمح للأفضل ولا كتتمح للأكثر؟ نعم. ونقدرون ديروحسن. نعم. وما لأي واحد في المجال الجمعوي يقدر يتمنى أو حلم بيت في المطار ديالوك. وذا ما برغم ذلك كتتقول وان قد قول عمجين ديروحسن. نعم. نعم. يعني كانت هي يمكنك الشخصية ديالها مشغل في الخدمة ديالها. كانت إليتي أنسا تلست. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ سيري عندك نموت وما تكونيش هنا. نعم. في يعني انا كنا خاصة نجي للمغرب اليوم. باش نمشي للداخلة. وديك سيما نزولت الزوج ديالي يمكن غان نمشي لخميس ولا الجمعة. قال لي علاجت لي ما عرفتش. بتي حاصة. حاصة نكون في المغرب. نعم سبحان الله. جيت لخميس. نعم. اوش كيف قلتها في البداية صراحة عزائنا واحد صراحة في سيدة فقدناها وسيدة اللي اعطيت مثال زوين وحي. وخلتنا نغيره نضرتنا نوعا ما. باتشي اللي بايت نقول. ماما ماما عايشة الزرعات. الزرعات المغرب الزهب دل بيدار زوينة. هي نشاد زعما جسدا ولكن روحا غسا تبقى. اكيد. نحن كمغربية. مهم. ولو غير بالفكرة. صح. لم نقدرناش ندير شي حاجة نعاونو فيها. مهم. اصبرك الله جمعيات تضام النسوي. فيها ناس اللي كانوا هازلينها وطقين هازلينها فيها محاميين فيها ديزاستان سوسيال. فيها اطباء وطبيبات. مهم. يعني مادام عايشة نامشات ودفنات لان كان خاصة ترتاح. مهم. ولكن الخدمة ديالها باقة. وحنا مسؤوليتنا كجيل مغربي. اكيد. قصنا نوصل للسالة ديالما معيش. اول شي شكرا لك بزاف خلود. يعني رغم التأثر ورغم بزاف الامور. خليتنا هاد البدء. هاد الدقائق اننا نتكلمه معك ونتكلمه معك ونتكلمه على السيدة اللي كيف قلتك. اعطت الكثير الكثير الكثير. وربما اليوم مش هادة اف ام كانت تعطي واحد العرفان لهذه السيدة هادي. ربما غيبان كثير عند بزاف ولكننا بنسبنا قليل. فشكرا لك بزاف خلود. قبالي على انك تكلمتي معنا. شكرا لك بزاف. اكيد شوفوك ان شاء الله في مجالات اخرى وكنت بناولك دائما توفيق كإعلامية. شكرا لك بزاف. شكرا لك بزاف. شكرا جزيلا. اكيد مجموعة من الامور اليوم ما شفناها واكيد هاد سيدة اليوم الى انا عملت وقفة في البرنامج باش انني نتكلم عليها. اكيد شادة اف ام فهي خصات وقفات ان شاء الله وغا تسمعوها من خلال نشرة الاخبار والبرامج ان شاء الله رب دينا منها تاعي ما تتكلم عليها واستحضر كلماتها ايضا يعني تبارك الله كل البرامج يعني شادة اف ام الا وغا تخص واحد الوقت اللي غنتكلموا على هذه السيدة اللي انا عطاتك الكتير. اكيد كل واحده غنشوفو مجالات مختلفة اليوم غنسمعوا اصوات مختلفة اليوم. كلها كتحدثت ايشان اللي بزاف الناس كيعرفوها الوليدات الصغار ويعرفوها السيدات يعني اليوم بزاف السيدات اللي غيقولوا احنا تيتمنا صراحة لانه كانت بنتبت الام ديالهم ولكن كيف قالت خلوة فالعمل الجمعوي مازال. ومازال حمل نفس المشعل ونفس المسألة اللي كانت كل في اليهاه. كيف قلنا فكان الهاجز ديالا همية دوكولولدات انهم ما يضيعوش لا في حقوقهم لا في ك güzel في تربيتهم لا في تعليمهم لفزاف ديال الامر. كان هذا هو الهاجس دياله. ماشي كان تشجيع لهذا العلاقة ولكن كان هذا الهدف دياله انه كيف نقول حنا بالدرجة اللي اعطى الله اعطاه غلطات ديك البنت او ديك السيدة ولكن ديك الوليدات ما كانش ما خصمش دوعه. هذا هو اللي كان الهدف دياله. وكيف قلت لكم انا سبق لي وتلاقيت بها يعني وجهة لي وجهة سيدة طيبة صراحة للله. وفعلا خدت بيدي في ذاك الوقت باش انها اتعرفني على الجمعية وباش ندير روبرتاج ديالي باريحية تامة و واناني ناخد بزاف ديال المعلومات. صراحة كان ديماكس كان شكرها ولكن اليوم شكر كبير لها لان فعلا خلتني نشوف انا كيف كان قلو حنا في الدنيا مازالة بخير لانا ميش دوك السيدات انهم كيتعلموا يصيبوا الحلوى وكيتعلموا يصيبوا هاد الامور اللي هي غيكون واحد المدخول ديال الرزق بالنسبة لهم والعائلات ديالهم او للوليدات ديالهم شوف ديبابي اللي كانوا كين سيدات المسؤولين عليهم فكان صراحة جميل جدا. هذا يعني انه الانسان يعني الى غلط ما يفاقمش الغلطة دياله بقدر ما انه يوقف ويلقى له حل. فشكرا خلوج شكرا كل السادة اللي سمعونا واكيد مرحبا دائما بالتواصل ديالكم مرحبا ايضا بالقراء ديالكم. كنت قلت لكم فقرة هو وهي فقرة اللي هي غنتكلموا على مواضع كتخصناه ما تنسوش كذلك انا المسابقة ديالنا اللي غنتشاركوا معنا من خلال التواصل ديالكم على الرقم اللي هو 0704040 دائما على شداي في اهم وموضوعنا ايضا في هو وهي السكن مع العائلة الى واش كي يؤثر على العلاقة الزوجية مرحبا بالتواصل ديالكم والاجابات ديالكم كده كم خلال تعليقات على صفحة رسمية شداي فهمها اليوم موضوع ربما بزاف الناس كيتكلم عليه كيف قلت التعليق عليه غيكون معنا وحاضر معنا داجا الكوتش انا الصيغلي وكوتش في العلاقات الاسرية اول شي مرحبا بيك. مرحبا جميلة. لابس عليك. الحمد لله بق الله فيك. اللي يحفظك. اليوم موضوع ديال السكن مع العائلة. علش من الوها الاولى كان وغيستكن مع العائلة الناس كت. كترجع شوية اللور. كنت خلعوا. كيتخلعوا ما عارسيناش. والموضوع اولا شكرا بعد على الدعوة الكريمة. مرحبا دائما. دائما تنكون ساعد بالتواجد ديالي معك. وانا اسعد صراح. مواضع شيقة وشائكة. شوية. ولكن صراح هذا هو اللي خصنا نتكلم عليه. المواضع اللي واقعية. اللي كتلمس واحد العدد ديال الناس اللي كيتبعوا البرنامج واللي كيبغيوا يستفدوا من بعض الحلول العملية. اللي تنحويلوا نقدموها. فهذا الموضوع ديال السكن مع العائلة هو في الاصل. هذا الزمان كان هو الاصل يعني كان عادي. كانوا الناس كيبنيوا الدار الكبيرة. وكتلقوا البوية أصلا فيها الغراف وفيها الزيطاج. ومشينا المدول العاتقى. ربما ديالي نشوفوا هاته هذه الشكل واضح. كتلقوا الدار كبير. كدوا لها الدار عادي. وهي الدار ديال شخص واحد. ولكن الفكرة كانت أنه الجد كيبني وكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي بلقوا الحفايد. وهذه الضار تتبقى ممتدة. بحيث أن هذه الحياة تنعقل وأنا صغير ممتعة ومشي لما مدينة عاتقة. تسمى هذه الضار ديال فلان. ديال عائلة فلان. صح. كيسمونه بلكنية ديالهم. هذا يعني أن هذه الضار سفي واحد للمحل السكن. اللي كبروا وتزوجوا ووالد راه معهم. وتتكون الغرف وكان واحد الترتيب معين. بحيث أن كل واحد كيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الوليدات المكان ديال الزوجين والجد ولا داك الشخص الكبير في العائلات عنده واحد المكان غالباً تكون الفوق ديال الدار وتدير واحد العملية لأنه دائماً تكون تطلّل اليوم من الفوق تشوفوش الأمور غادا شكل يدخل شكل يخرج فكانت واحد تدابير ليه طبيعية دبال آن علاش ولا الأمر شو هي صعيب لأنه أولاً البيوت أولاد صغيرة هذي بعدها هذا عامل أساسي أي بلاسة صغيرة ورح تتي فيها شوية الناس كي بدأوا يحتكم أبعضياتهم توقع مونا واشاة نقدروا نشوفوا مثلاً نهار في الحافلة من التي يكون الزهام كنت بدأت تسمع شوية ديال المشاكل أجل نعطيك أن نزيد على ذلك غيف كورونا شوية الناس يتحدثوا مع بعضهم وكتشفوا بعضهم أو ربما ربما رأينا قضاء الأسرة أولادا بجزء الناس مشون في الطلاق نعم شوناً وياك وكل مستمعون السمعات نسمعوا الميك خطوة خطوة لإخداتهم نجوا ونشوفوا الناس واش معا أو ضد واش الناس فعلاً كتقول أن الساكن مع العائلة حجلية مريحة ومزيانة أو الناس كتقول لك لا كل واحد يشتقاره نعم شو نسمعوه رجاء وأكيد دائماً لاشه دائماً الساكن مع العائلة وتأثيره على العلاقة بين الأزواج؟ عنده سلبية وعنده إيجابية السلبية دياله هي أن الزوجة ما كتكون مرتاحة مع عائلة أراجلها كتقول لك أنا بغيت ضاري بوحدي أنا بغيت نسكن بوحدي بغيت ناخد الراحة دياله بحرية دياله والإيجابية دياله إيجابية كبيرة منهم أول حاجة تتعلموا في الدار الجد والجدة يعني ناس كبار أول حاجة تتعلموها أنهم يحترمون ناس الكبار زائد أنه يكون الأخته هو ينجوز والده يعني يولد عمه معها في الدار تكون ذلك المحبمة بالعائلة وكتكون ذلك الترابش وتتضامن بالنسبة للسكن مع العائلة بعد الزواج له تأثيرات من عدة على الزوجين وقد تؤدي أحيانا إلى الطلاق لذلك فمن الأحسن أن يستجر الزوجين يعني شقة أو يقتنيانها تفاديا للمشاكل الأسرين أنا أختي من ناحية السكن مع عائلة الزوج ديالي كنفضل أنا من الأحسن كل يكون عنده السكن دياله بوحديته كي يكونوا مشاكير كي يكون بثاف ديال الحواج لتقدري تكوني أنتي بغت عيشي الحياة ديال كيف ما بغيتي من شي كيف ما هم غي فرضوها عليك إحتي لسكنت معها ما غي تكوني مفروضة تدري أي حاجة غي يقولولك هما من الأحسن أنا كنفضل نسكن بوحدتي إحتي لسكنت معها العائلة الزوج ديال كي يكونوا مشاكير كي يكونوا بثاف ديال الحواج ما غتقدريش أنتي تعيشي في الهنا كلم فضل نسكن بوحديته كنت عارف الكراماتي شو ديال السكن فين وصل في الكرام ودي أنا مجوجة نمريح منسا بي اللي أخلم ليها كريفة تيقى ومساعديني ودي الحياة الزوجية بالنسبة للسكن السكن نخص كش نتكون الناس مريحة مع العائلة وذكش ضروري الإنسان سيطفع على رأسوه ويشوف المقر دياله من غديرته جميل سمعنا أرأ لي هي مختلفة وكين تدب دوب يعني بين اللي معا وبين اللي ضد وكين اللي يعطاها ربما تبريرات لي هي نقدرون نقوله عقلانية آه تمام نعم هنا مني تكلمتي لقبيلة تكلمتي أن زمان كان هذا هو الأصل يعني أن الناس كتزوج كتتكون مع مع بها من بعد مع الجد مع هذا وحنا غاديم تكت تقول لي بحكم أن الضركة تكون كبيرة صحيح اليوم راح نشوف غير باش ننتكلم على واحد النقطة تكلمتي إليها كتير ربما اليوم المشكلة حتى الديور أنهم صغر صحيح أنا كنعرف الناس اللي يبغيهم ودار صغيرة ولكن تبارك الله كلهم ساكنين نعم نعم نحنا كنتكلموا على الأغلبية ولما الحالة الخاصة صار موجودة نعم وش شنو المشكلة اللي مبقاش كي يخلي الناس أنها فعلا أنها تأخذ هذه الخطوة هذه وتسكن مع العائلة خاصة أن بعض مرات كتلقوا أن مثل الأب والأم كي بقوا بوحدهم في الدار ولكن تلقاه الأم بوحدها وللأب وحده نعم صحيح هواق ك routesة� اخرى ولأسباب أخرى يمساب هذا الأمور نعم نحب البيت الواسع والجانب للمجتمع طر Mal C responsible ثم كانت هناك شئ اخر هو أنهم كان لناس كانوا يأخذون من العائلة أو منفس الضkg أو القبيلة أو منفس الحومة فما تعرف النفس يlectric أن كنات نعرف الوالدين وكانت نشأ بهم هم كانوا 싫فا على الأم والانسجام الإشاعة ولكن فالفكرةsca كانت كنات معهم difficult كانت مريح playing the game كتبول لك كان أصلاً رديما إبغلها في الدار اولى مربيه عندهم أو تجد نفس التقاليد والعادات والأفكار فبالتالي الخلافات التي تقدر توقعها والحتكاكات تكون نسبة قليلة وإن وقعت فتكون نسبة مقبولة رأى البنت مع أمها يمكن أن يوقع حتيكاكات ولكن أمها لا تقول لك أنا أريد أن نسكون في وحدي فتقول لك هذا هو والدية وهذا شيء طبيعي وعادي جدا هذه واحدة جوج أو تاني داب الناس من يكي تزوجه كتلقى الوليدات الوليدات دابا رجل ولا البنت عندهم أفكار مختلفة على وليدهم إذن هو اللي يمكن للولد للبنت هو تتسنى إمتى يجي ذلك النهار لا يستقل فيه باش يدير داره اللي هدي يحط فيها الأفكار دياله يربي فيها وليداته بشكل يبغى هو ويدير الحياة دياله الخاصة اللي هو تحلم بها لأن دابا حنا في واحد الزمان اللي دابا ولنا كنشوفه تجارب ديال الدول الأخرى ولينا تنشوفه واحد المجموعة ديال الكوتوب اللي تتكلمين على العلاقات الزوجية الجانب الديني كذلك ولا حضر بقوة لأن الكوتوب والحبد الله والمجالس الإلمية والناس كتتكلم على الزواج أو تاني في الشق الديني كيفاش كيخصوا يكون فكل واحد عنده فكرة عنده مرجعية عنده كذا كتلقى غالبا ذلك الاختلافات ما بين هذا الجيل دابا ديال الشباب اللي هدي تزوج مع الجيل ديال الأباء اللي كبروا في واحد ثقافة معينة وتقاليد معينة إلا تزوجوا وعاشوا في بيت واحد وصغير ذاك البيت أو حتى يكون كبير هنا نرجع الفكرة اللي قلت قدر يكون البيت كبير ولكن لما تختلف العقليات رأى صعب العشرة حنا تنشوفه هي صادق صادق عادي جدا في العمال بينك وبينه هي الخدمة وإذا كان قاسم أكفي بيرو واحد وعقليته مختلفة على العقليتك رأى تتحس بأنك قاسم مصيبة ماشي بالخدمة فلهذا في البيت وخاصة منك يأتيوا الوليدات كتبدأ المشاكل كتتفجر بشكل أكبر لأن تربية الأبناء كيبدأ الجدي الشحال هذه كان هو الأصل هنرجعوا للأصل الجد والجدة كانوا ملكة ربي والوليدات صح وكانوا الوالدين كيتفرغوا لأعمال البيت والمصرف وكده لأن الجد كده تكونوا كبروا صافي تفرغوا شوية من العمال كي يقول لهم قابلين لوليدات ولكن دابا كنعرفوا بأن الجد والجلدة مع الأسف مع الأسف دابا الأغلبية مرادين سكار تنسيون المشاكل عندهم صحية كثيرة إذا هذا الجد والجلدة ما بقاش الجد والجدات زمان لكن ما زال بصحته ما زال بقوة دياله ويقدر يوقف دابا كتلقى الجد يقول لك ودي الله يردع لك لما قول لوليدات يسكتوا رانيت رات تنسيون طالع راتشيرها بزاف ربما من الأمور الليك تخلق حتى مشاكل كوتش آنس هي هاد القضية ديال الاختلاف على تربيه الأبناء أنا بزاف دلي كوبلك يقول لك أنا رس كنت مع وليديا واحد عشر سنين أكثر ولكن مجرد ما قيتم كيد تدخلوا لي مثلا مثلا غين خاصم لولدي ما تخاصم شايلة هادك العزيز ومحش مستيش مني هذه ربا وكن كنلمسوها مازل غا نرجع وناخد نقاط لأن الغاية مننا من هاد الحوار هذا اليوم وأننا نخرجه بخلاصة نعم هذه ما يكونوش مشاكل وما تكونش أسباب واهية ديال أنني فقط بغيت نستقل غير باش نستقل أو لو بغيت نستقل باش نبعد على المشاكل في الأخر كاللقاء مشاكل اللي هي أكبر سيفغي اليوم الناس اللي كتبغي تستقل خاصة تكون قادرة على هذه الاستقلالية نعم وقادرة أنه يكري أو ليشري هذه الأمور كلها صحيح غير رجعون ناخد منك نقاط أخرى ورفقت كل مستمعين سمعتلي قدروا يتوصلوا معنا دائما رقمنا راه الإشارة بشركوا معنا في الحوار الموعدة ديالنا اليوم هو السكن مع العائلة واشكي أضطر إيجابا أو لا سلبا على العلاقة الزوجية من خلال التواصل معنا مرحبا دائما بالتواصل ديالكم خلال برنامج شهد الأسرة وفقرة هو وهي لليوم اخترنا موضوع اللي هو السكن مع العائلة واش عنده تأثير على العلاقات الزوجية سواء إيجابا أو لا سلبا لأنه هذا المعنى تصريحة ديال بزافة الناس اللي تكلموا كيلي قال لك الله مزيان أنا نسكن مع العائلة أو لا معن سابب هذا المعنى هذا وتكلم أنهم كي عاونوه في الشق ديال أنه الكرة اليوم غالي السكن غالي أو لا شي حاجة منه وكي الناس اللي الله كانوا ضد قال لك الله باش ما يكونوا مش مشاكل وكي الناس اللي رجعوا بنا كيف رجعت بنا كوتش آنس للزمان تكلمت أن زمان كان كي ترباوا عند الجد والجدة وهذا الأمور كلها جميل هنا اليوم الناس كتبغي تتعرف تلقى الحل لأن اليوم اللي نتنشوفو واش الجيل ديال اليوم وهم ما قادرش يستحمل أولا ولينا كنزيدوا علينا مصاريف غيره كاك يعني أنا كتلقا البيت ديال جدة والجد كبير وهذا ولكن كتلقاوا أنهم كيبغيوا 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 على راسنا فكتلقا أنا داخلين فكرا داخلين أولى فشرا وفي المصارف ديالوليدات وكتلقا ما كيساليش شرط تتلقا مزيان فعلا هو في حقيقة إلا فكرنا هذين فكروا دابا شوية بالأقل هذين قولوا راه في الحقيقة السكن مع الوالدين في فوائد كتيير صح هذين فكرنا شوية بالأقل عاليش أولا لأنه كانتوا النس في الضار والدية رهبير الوالدين شي حاجة ما ما عندهاش أجر ديالها كبير عن الله عز وجل الحكمة للوالدين والوناس مع الوالدين والتوجيه ديال الوالدين في البداية العلاقة الزوجية تحاولوا أنهم لا يخليوا وليداتهم لا يقعوا في نفس الأخطاء كذلك تربيات الوالدات نحن نعرفوا أنهم المرات تكون خدامة هذين الوالدات ينبقوا مع الجد والجدة أفضل ما يبقوا مع واحد المساعدة داخل البيت ولا ندهم هما دابابي لهذا كل الأماكن الخاصة للحضانة للأطفال لا يوجد بحل البيت خاصة في السنوات الأولى وخطبك لكين اليوم حضانات اللي كتقدر أنها تقبط الوالد من الصغر دياله وكالقوا أنه كيكونوا مفاهمين الوضع يعني يخص الإنسان يقلب فاينه وكيتلبوا حتى كاليفة الله هيدا لا أكيد لا يوجد جميع الناس عندهم هذة الإمكانيات لذلك هي الفكرة ديال السكن مع الوالدين هي فكرة صراحة إيجابية وفيها فوائد ولكن تيخصها مقويمات هذة المقويمات هذة واشنهما أول حاجة البيت بعدها يكون مناسب للسكن لأن زوج وزوجة إلما عندهم مش بيت ديالهم خاص راها دي تعدبوا يعني غرفة ديالهم خاصة نعم لأنه يمكن بنهار كل واحد راهم شغول كذا ولكن بالليل إنسان يبغي ناس لابد كي يكون واحد الحرمة ديال الزوج والزوجة خصال الإنسان وخي يكون غرفة صغيرة المهم يسدوا عليهم الحاجة الثانية وهي أنه ربما هذة الناس هذة الوليدات ولا هذة الشباب لي الله تزوجوه كيف ما قلنا وحد الظروف المادية اللي هي ضعيفة إذا نخص الزواج يكون مبني على واحد الواقع أنا كزوجة مني كنناخد هذا الرجل ما كان نقاش نحلم ونقول أنا وخصني ضاري وخصني يعني من اللول كنكون واقعي تنقول أنا سواء دي نزوج هذا الإنسان اللي أنا بغيته وعجبني وكل شيء بالمقويمات اللي كيندابة الآن ونصبروا حتي فتح الله إن شاء الله وممكن من بعد يتيسر الحال وما نبقاش نتشكى ونكون مستعد نفسيا نفسيا أن ننتقبل بعض الأمور اللي هذة تولدها الحتكاكات اليومية مع الوالدين ممتاز غنكملون ونقضي أنا غيلة سمحتين أخذوا مكلمات دي لخديجة من سويرة خديجة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم وختي جميلة سلام عليكم أهلا وسهلا مرحبا لالا عقلت علي عقلت عليك مرحبا تفضلي أنا كنشارك معك كثير من هذا الموضوع مرحبا بك مرحبا بكل مواضح مرحبا بكل مسلم يسمعك أنا كنت سمتلك دي مع كل مواضح دي يا رحبك الله عليك الله يحفظك تفضلي كثير من أخذك جميلة ما تقول في الموضوع دينا اليوم خديجة السكن مع العائلة أنا كنت سمتلك مع العائلة دي الفدود والحمد لله كل شي مزيان يعني أنتم مداجة كبرتم مع بعضياتكم يعني أن كتعرفوا بعضياتكم مع عائلة وحدة لا لا أنا ما كنت كان عارفهم نهائيا وما كانش مشاكل ما كانش دبع حتي كاكات لا ما كان حتى شي مشاكل الحمد لله بخير يعني أنت شدت يقارك وما شدين تقارهم كل واحد عارف شنو كيديني يا كخديجة انت اخليك قالوا الحمد لله الحمد لله من الصفراني وجوج جالي يجعلني على الوليدات وستكنكي بحديتك أنت كعروسة أو كيني معك عرئيسات أخرين لا أنا هي الأولى باقي غاجي أخرين إن شاء الله كيف يمكن أن يكون الله يتبط الغرص الجامع خديجة شكرا لك بزاف على التواصل ديالك الله يحفظك شكرا لك بزاف وأكيد شكر موصول كل مسامية ومساميات اللي قدروا يتواصلوا معنا دائما رقمنا ره الإشارة خديجة ربما مثال زوين ديال أنا سيدة ساكنا مع العائلة زوج دياله وحمد الله وعجب على الحال وبيخير كنا تنتكلموا على النفسية شوف كيفاش كتتكلم بأداء نشطة بحكة قلنا لا وش كينشي مقتلكلا أنا متأكد كيني المشاكي كي كونتك المشاكي صغي ولي لكن هي كتعتبرهم مكينيش هي كتعتبرهم عادي يا ديالي رب حل وريدة ديالي وانا رأتنا تعاون مع شو هي كيفاش كتتكلم كانت تعاون وكتعاون نيك ولا ولا صافر تنخلي لو لقاتي خلاف إلا إلا سمعتي الناس اللي كأني ومن المشاكت تقولك حاضياني حاضيها ما معاونانيش ما باغانيش ما دائراليش كتحرش ولدالي إذا نرى النفسية الإنسان كيفاش هو متقبل الموضوع شوف مني سولتها على وش كين على رئيسات خلق قلت لك جاين 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 إذا 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 بقي مساعدة مساعدة على الله يجازك باخر ديالفكرة لأنه الناس كتختلف بحال نحيضو احنا قائز زواج دبالإنسان هي في الأعمال في الحياة دياله العادية كين واحد راضي ومتقبل حياته وفرحان وسائد وكيقول لك الحمد لله واش عنده وما عنده والو ووحد آخر عنده بزرد الحواج تقول لك ودي مازال خاصني مازال مدرتوالو في حياتي إذن هي النفسيات كتلعب واحد الضوء أساسي جدا في العملية ديال السكن مع العائلة لكنت أنا من ذاك النوع اللي كنضحي اللي كنصبار اللي كنفهم اللي أنا عارف الوضع شنو كي تطلب مني ومسعد أنا ندخل فيه أما إلا كنت أنا كنتوقع حاجة أخرى صح ودير فراسي شي أفكار معينة وتنقول هذه هي مرحلة وكسنين سربين حيض من هنا وكاذا تبدأ المشاكل هاد المسألة كتوقع ديالاناني مرحلة وخاصني حيض من هنا منيتي يكون الزوجين من ديبار متافقين مثلا الزوج كي يقول الزوجة دياله احنا غنسكنه مع عدارنا غير واحد العام عامين وما كيعرشوش الأمر غاتي سر أو لا لا فكتولي فالا كتولي أنك وعدتيني وما درتيش فتما كتلقى ديك الزوجة بعد مات كتقدر تصبر لك العام العام باش ما أعطر لك كيف نقوله ولكن انفو كي يزيد العام الثالث أو كي يجيو الوليدات كتلقى في علان احتكاك بحلي كتولي بين قوصين سبحون لي كتولي تدير أنها تفتعل المشاكل باش أنها تمشي يقلب لها رجلة على ساكان وكين واحد القضية كينبعد باش نكونوا متافقين كين مسؤوليتها على المستوى النفسي ديال هديك الأم والأب ديال الزوج لأنه مخصوم يكونوا متقبلين ولدهم هيسكونوا معهم وليداتهم وكذا باش ما ننسوش هات القضية والدور الأكبر هو ديال الزوج حيث الزوج دابه هو كتلقاه من كي يجلس هو ومراته هو براسه يقول شوفي أنا براسي راني طالع لي يدام وأنا وأنا انا مكرهتش إذن هنا كيزيد يخلي الأمر يتفاقم عند الزوجة ثانيا هو الزوج خصوكي فيما هات القضية اللي قلتي مهم مكين بعد الأزواج كيقول هيا باش ننزوج باش نتقضي الغارات شوفي عام عام هذه نعطيك عام هذه نصافي الليش كت تحطوا عود وانت ما عارف شراسك فينا هاتي تقدر تتحطر جليك شو بنت الناس هاتين بداوا والوقت الي هيسهل علينا الله نحن هاتين تقدرون وإما أن الفكرة كينا هي شوف الفكرة طبيعي هاتي تكون في هذه الزامن نقول لكم عليش واش الانسان متي كبروا ولداته ولكن عنده خوت كيف تبخدين المثالة خديج وش دار فيها خمسين متر وستين متر ومئات متر فيها أربعة دي الأزواج والاستق وزيد الأولاد وكاد يديرو أكيد غير ممكنش لا بدل كي تسير له الحال كي يخرج كي يدير واحد دوارة دياله واحد آخر يقدر يدير قريبة من الوالدين دياله وش يبقى التواصل ولكن باش يبقى كل مجموع في بيت واحد وكاده راح تشرعن راح كين مشكلة واش للإنسان البنات والولاد هذين عصوم خلطين في بيت واحد واش هاد الزوج وزوجة دياله هاي نعصو وسط الناس لأننا راح لنك نعرف دابا الواقع ديالنا البيوت صغيرة لذلك هي لا بأس الإنسان هاد الأمور هذي باش من عطلوش أو تاني حركة الزواج لأنك كفك نشوف دابا نسبة الناس اللي كي تزوجوا اللي كي تقليل بزاف صح والسن الزواج ولا واحد السن متقدم دابا مملكة ثمانية وعشرين ثلاثين عام تقول لك وما زال راح تفكر عادي يشوف يمكن يتزوج يمكن لا في حين علاش زمان كانوا الوالدين جنوا واحد نقطة قبلة الوالدين كانوا تصبروا مع وليداتهم كده لأن أصلا الوالدين يكونوا مازالين صغر والدين عندهم ربعين سانة خمسة ربعين سانة راح ولاده وبدو كيتزوج والا را عنده الحفيد آه تماما إلا هو تزوج في عشرين عام يعني في عشرين سانة راح والده عنده يمكن وحد ١٨ أو ٢٠ عام زيدا واحد الخمس سنين بينما كون راسو كذا راح تزوجتا هو البيت كاين الخدمة كاينة أكيد فهذا داب الله دابا ولينا كنشوفو الناس الاباء ستين سانة كده وستين سانة والدو يلا كيتزوج ولا بنته لأنه أصلا ما تزوج تراربعين عام ولا كده وثلاثين عام على ما كبروا على ما خدموا دابت الجانب ديال الدراسة والقراية والديبلومات والذي كتتخدنا واحد الوقت عاد تخسك مش تدير ليس طاج عاد تكون نفسك عاد تقدر تقول أنا بغين تزوج خسك تكون ون تكون نفسك فلذلك شوف الحياة الزوجية عندها مقاومات ومن المقاومات ديالها أولا تفاهم والاتفاق بين الزوجين بصدق ما نكونوش نكذبو على بعضياتنا إلا أنا عندي ضروف ما كتسمح ليش نسكون بوحدي وعندي إمكانية نسكون معاوالي ديال مزيان هير ما ندخلش في ذاك الوعود اللي أنا ما نقدرش للتازم بها وثم هادا الرجول منها ديكون وسط البيت دياله مع الأم دياله ومع الزوجة دياله خصو يكون كي يلعب واحد الضور ديال الوساطة والحكامة نعم أرجع ونشوفو كيفاش ممكن هاد الزوج مسكين ها نعم سيكون الساد يضهر الحكامة والوساطة ما بين الوالدين وبين الزوجة نعم صراحة الله يحسن دلعوات صراحة بنتم والأرادين لكم رجاء من خلال التواصل معنا لصفر خمسة دين وشترين ستاو تلاتين سفر خمسة ستاو تلاتين دائما على الشهد يفهم اليوم هو هي السكن مع العائلة قداش كتشوفوه عنده أثر إيجابي أو لا سلبي يعني إحنا مقبولين إحنا كنتجبو غير سلبي 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 في ماما ضع يعني زمان 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 دابا الناس نتنظروا بلغة الواقع نعم حاليا نحنا نشوفو قليل من الناس اللي كي يتنجح لهم هاد العملية دي السكن مع الوالدين قليل بحل السيدة اللي التصلت قبيل خديجة نعم وهدو ناس اللي غالبا إلى جيسي تشوفو هتلقاهم مازالين متشبتين بأفكار وعادات وتقاليد قديمة الحماء كان أعطاها برحة الأم ديالي وكانت أعمل معها برحة والمودة بحلي كانت أعمل مع الأم ديالي وهكذا تكلمنا على الوعود رجل رجل الدور دياله في الحكامة والوساطة كيف شايفون الحكيم ووسط رجل هو يعني اللي كيكون بين الأم والوالدين بصيفة أمها والخواتات اللي كانوا في الضار أو الخوات وما بين هذيك الزوجة اللي هي جات وحلات كعضو جديد داخل الأسرة رجل هنا أنا لن نهضر بشكل مباشر أحياناً الزوج كي يكتاكب واحد الغالط هو أنه من يتقلس مع الزوجة دياله كي يبدأ يتشكى شوية من والديه لأن الله يكون في العون يقدر يكونوا مشاكل كهذا ضغوطات ومن يتقلس مع الأم أو الخوات دياله كي يبدأ يتشكى من مراته ولو شنو توقع كل واحد من الطرفين كي يبدأ يحس بأن ذاك خوية ولا راجلي ولا ولدي راهم سكين أوتوماتيك ما فاش كنت لقنا مع الطرف اللي كي يضار الولد ديالي ولا كي يضار الزوج ديالي كتكون نفسيتي مشدودة من جهته صح إذن هذي الله يخليكم رجال كنت طلب منكم ضغطني شي حاجة من والدي نقولها ليوم هومك ضغطني شي حاجة من خوية نمشي عند خوية مباشرة نظر معه شي حاجة بيني وبين مراتي تبقى بيني وبين مراتي ما نخليمش الواحد يتخل في الموضوع لأن الأصل في الزواج أن بيت الزوجية مقدس والأصرار ديالوك تبقى بين الزوج والزوجة صح وعاد زيد أنا دا بس هكن وسط العائلة ديالي يعني ما خصناش ندير داك المشاكين اللي أنا نجي بتصدق في الأخر كندم ثم إيلا وقع شي مشكل ما بين الزوجة والأم أو الخوط أو شي حاجة غالبا رجل بعض المرات كيقول لك يخلي داك شي دابا بو حدو يتقد تيدير داك السياسة ديال الإنسحاب تيقول لك هات الشير عادي ورقاء العيالات كينوت بيناتهم صداع تيدي العيالات تيدي الكلمة الكازمة بزاف تيقول لك لا عيالات بيناتهم لا خطأ الزوج الرجل اللي عنده القوامق هنا في نكينا القوامق بحل مشاكل مشي في الفلوس وفي شي حوالي خاوين صح 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 أنا أنا اشتمراتي والأم ديالي والأختي والأخوية والأشي حد في البيت وقع شي مشكلة نسمع من هنا نسمع من هنا نحاول نصلح ما نديكش فيها قادي أنا ما قلش نلعبه دور حيث القادي كيصدر أحكام أنا قلت الحكام والواساطة ولكن تبع شنوف شيف نحنا هذي نجيو ملحق نحنا ما نضلمتا واحد ولكن الإنسان التي يلعب دور الواسيط ماشي الدور ديالو العقاب يعاقب آه انتي غلطتين انتي ليخسك داب العقب لا الواسيط كيقلب على كيفاش يصطلح ما بين الطرفين وينصح ينصح كل طرف ومن الأحسن ما نجمعوهمش هذا ما كان شد مراتي بعدها بواحدا نطيب خاطرها نحضر معها شنوقاء كهذا نحاول نفهمها بأنك هنا بعض الأمور اللي خسنا نصبروا فيها وكهذا عبتاني الواليدا نطيب خاطر وهذا ونجمعهم ما نخليش داك النوفور بيناتهم بحيث مني كيتلقوا يقلسوا ياكلوا ولكن خرجنا من البيت وكيبقوا بيناتهم كيقدروا يقعوا حتي كاكات ونا ما كانش حيث هذا موضوع واحد يتخسنا للموضوع اللي خسنا نترىولا ما نقلل أخلي الوقت والزمان دابا ولا يعني أنه يكبر هذا هو الضر الى إله إذا كنا قدرنا على الرجل داخل البيت الذي يأخذ القرار لإسخن العائلة ديالله يتحجن على استعدلة الأمور لا يستحب لا يأتي شيئ أو لا يستحب أو عندما يدعو الرجل كم يشتري لكي يتعلم ف Как تحفظ المرأة وأقول لها صبري وهو صبري ماذا يا صبري؟ صبري ما عندها تامعنا او لك يمشي عند الام دياله وتيقول لها او ما عندي ما ندير وهادي مارتي دابا امت ولادي واشا ندير لها ما عندي ما ندير لها هاد الكلام ما تتقبلوش النساء عموما سواء والدين ولا زوجاء لان هذا ماشي كلام ديال الحل هذا كلام ديال زي ما معرف المشكل خليه وهو صافي وانا بعدهم ويمشي يقلس في القهوة ويخليهم هما لذلك الرجل عنده واحد الضور اساسي ويللعب الدور دياله بشكل واضح هادي يكون وان شاء الله بإذن الله واحد البيت اللي يمكن علاش الله في واحد العلاقة طيبة ثم واحد الحاجة اللي هادي خص الجميع بدون ستناء والدين راجل امرأة وهكي تسمى الآن كنسميه احنا فن المسافات فن المسافات هاد الفن المسافات كي يقول لك معاماك تدخل في لازون ديال واحد الانسان كامل يعني الانسان عنده خصوصيته صح قشنا ندخل في الخصوصيات الانسان بحل حريتيك تنتهي عندما تبدأ حرية الاخر اه تمام انا كأم هدا نداء الوالدين منقشنا ندخل لا ديريليه لا وكليه لا صيبيليه وارا هادك شي انا كأم ولكن دبا هي كزوجة راكين فرق صح او الوالدين ولا الاب كيشد ولدو لا مرتاك لا ما خصكش لا دير لا ما تقلش معها لا ما تديرش ما تدصرهاش هاد الكلام خاوي صح خسنا نحتار مفهل المسافات ولا هنتكلم انا مع ولدي ولا هنتكلم مع مراتي ولا هنتكلم مع اي واحد يتكلم مع الاخر يتكلم بواحد الصيغة غير مباشرة اللي فيها واحد التجربة انا يمكن نقول لك تجربتي بغيتي تاخدها وتدير بها مرحبا ما بغيتيش احترر مرأي دي اه نعم لذلك وهنا قائلا اختلفنا في حالي لا شفنا الامر كبير وشفنا بانا كان شي حويش اللي ما كيسلاحوش وذلك شي لا يمكن سسكوت عنه كان رجعول واحد المرجعية اللي كانت تافقوا عليها مثلا اما كان قولوهش مرجعية دينية هاد شي ربيش سبحانه وتعالى شنقال في هاد الامر وكان اخدوا واحد الكتيب ولا كمشوا عنده واحد الفقية ولا كنصولوا واحد العالم واللي قالها كنت بطعوها جميع كانت الاومور هيرا في ايطار نفسي يعني اخصنا مشيوا عنده واحد الكوتش ولا مشيوا عنده واحد haciendo اديش لأن انو ربما كتكون أومور نفسية مشي وعنده واحد التالبين وتخصص لذلك الله يجاز يكون باخر ان ان كانت عندنا هاد الفين المسافات فالعلاقات اللي بيناتنا داخل البيت الواحدould رائد يكون بناتنا الاحترام وبناتنا المحبة والتقدير وعلى شلق ما نخليوش هكا يكون حل أن مجموعة الشباب اللي ما عندهم مش القدرة على أنهم يديروا بيوت ديالهم وكادا يعيشوا مع والديهم خاصة إلا كانوا الوالدين عندهم بيت يعني كبير شوية وكاين فين يسكنوا وكاين فين يكونوا ناجحين في العلاقة الزوجية ديالهم نعم ما شو الشقة تاني ديال غير سريعا الرجالي كيسكنوا مع نسابهم مع نساب كيكون نفس المشكلة هو شوف هو بحال بحال لأن بحال نساب بحال كل شي نساب هنا هي هي كيكون الفرق فاش لأن المرة منك تكون ساكنة مع والديها كتكون مرتاحة كتر هنا خصنا الرجل الرجل هو أصلا تكون في الخدمة تيجي هي بالليل الرجل بطبيعته أنه قليل احتكاك بالنساب دياله والناس اللي داخل البيت رجل كيقدار يدي باني راسه المرة إلا ما لقات شرحتها في الدار فين تمشي هتخرج الزنقاء نعم في قهوة إذن هنا إلا كان رجل ساكن مع نسابه هير هي هذه صراحة أو ثاني شوية صعبة من ناحية نفسية ده رجل صح لأن رجل ما تتقبلش أنه يكون نسابه كيصرفوا إليه ولا كيوفر له الساكان ولا كذا إلا إلا بعض الحالات إلا كانوا مفاهمين بزيان راشفنا في ميك خط خطوة صح سيتي يقول لك نسابه مكبرين بي ومهليين فيي وتتعاملوا مع أي واحد المؤاملة الطيبة وهذا الأمر هيدا را كان في واحد الوقت صح كانوا الناس كيخطبوا البناتهم ماشي لولادهم كنشوف واحدة رجل اللي هو مزيان وكذا وتنخطبوا البنتي وتنقول له مرحبا بك واللي خاصة أنا نوفرها لك هير يكون رجل مع ابنتي شكرا لك شكرا لك بزاف على الحضور ديالك ومرحب بك دائما على شدايفام وفي شدا الأسرة